صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا عبدالصر صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الجمعة جمعة مباركة على حضراتكم جميعا الموافق 13 أكتوبر 2023 في الحقيقة بنتكلم عن يوم ما حدث أو ما حدث بالأمس تحديدا لأن مبارح كان يوم غاية في الأهمية يوم كان كله فخر وعزة وكبرياء وهو تخرج دفعات جديدة من الأكاديميات والكليات العسكرية جيل جديد بيقول أن بلدنا بخير طول ما فيها رجالة أو فيها رجالة بيصونوا العهد رجالة بينضموا للكليات العسكرية والحربية زي ما شفنا مبارح يوم تخرجهم اللي بصراحة كان يوم غاية في الفخر والانتماء لهذا الوطن خيرة أبناء أجناد الأرض تحديدا وإمبارح كمان الاحتفالات كانت بتتزامن مع مرور خمسين عام على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ثلاثة وسبعين في الحقيقة كمان إمبارح شفنا عروض كانت أكثر من رائعة زي الرافال والأف سبتاشر والأباتشي وكمان عروض لقوات الصعقة والمضالات اللي بتعكس قوة ومكانة القوات المسلحة ومكانتها الحقيقية وسط يعني مش هقول بقى المنطقة الإقليمية وسط المنطقة ودول العالم ككل احتفال محترم وإحنا قاعدين في البيوت بنتفرج على الاحتفال حاسين إن احنا يعني كلنا فخر وكلنا عزة وكلنا حاسين بشعور الكرامة الكبير جدا بالمنظر المهيب اللي شفناه مبارح استعراض رائع للحفل التخرج شفنا كمان حاجة كانت مشجعة جدا ومفرحة جدا لنا شفنا كمان المعدات اللي تم استخدامها في حرب 73 وقد ايه شفنا الناس والجنزي المصري اللي قدر يثبت إنه هو فعلا قد اللي هو يقدر يعمله وقد السمعة الكبيرة اللي هي موجودة عنده قد ايه قدر يحول المستحيل وقدر يعني يقضي على أساطير كان ويروج لها وفي وقل وقت وباستخدام أقل المعدات وقد ايه كان المنظر مبهد للعالم كله يعني حقيقة كان يوم مشرف واحتفالات طليق برجالة مصر أبناء هذا الوطن الأوفياء اللي يعني بيضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ولجل ما ننعم جميعا به الأمن والأمان والاستقرار ومش بس كان مبارح لأن قبلها كمان كان برضو بيومين كان تخرج يعني دفعة جديدة من كليات الشرطة أيضا وهم دول يمكن عمود الأمان وعمود الخيمة لهذا الوطن لما بنتكلم على قوتنا المسلحة وبنتكلم على رجال الشرطة البواصل لكن مبارح في الحقيقة العالم كله يمكن توقف مش هول بس المصريين عند كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ألقاها بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الأكاديميات والكليات العسكرية لأن في الحقيقة الكلمة دي كانت هي كلمة بتخص ما يحدث في المنطقة ما يحدث تحديدا في الأراضي المحتلة ما يحدث في قطاع غزة لأن الرئيس كان واضح وحاسم بالأمس وأكد على ثوابت مصر في دعم القضية الفلسطينية طيلة السنوات الماضية ومش بس السنوات الماضية لأن ده اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الموقف ده هو موقف ممتد منذ قديم الأزم لأن القضية الفلسطينية لن يسمح أبدا يتم إنهائها بهذا الشكل ويتم ما يحدث الآن في الأراضي الغزوية تحديدا والقصف المباشر للمدنيين العزل هنا وكان يمكن الكلمة واضحة وقال فيها صراحة السيد الرئيس إن مصر دايما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وإنه بيتم بذل كل الجهود وإن الاتصالات المصرية مستمرة ولن ولا تنتهي أبدا من أجل الحل السلمي لهذه القضية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين وكمان يتم الاتصالات لإحتواء التصعيد والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كلمة كانت يعني أعتقد صائبة كلمة مباشرة وبتقول اللي إحنا لن ننتهي ولن يعني نتوقف في دعم هذه القضية لأنها أولوية من أولويات السياسة الخارجية المصرية وبتعتبر امتداد لك يا مني إحنا يمكن الرئيس مبارح تكلم وقال شوفوا الحدود سواء الشرقية أو الجنوبية أو الغربية عاملة إزاي وشكلها عامل إزاي وعشان كده لابد أن نحافظ على هذه الدولة الرئيس عنده عادة يا عبدالصامد إنه بيتكلم من القلب دايما وعشان هو بيكلم من القلب الكلام على طول بيخاطب الناس وبيوصل على طول القلب إمبارح لما الرئيس تكلم عن أهمية القضية الفلسطينية وقد إيه هي أولوية كبيرة عند المصريين وهي في السياسة الخارجية المصرية منذ قديم الأزل هي ما هياش لها علاقة بفترة معينة هي موجودة منذ قديم الأزل على أهم رأس الأولويات السياسة الخارجية المصرية ودعم القضية الفلسطينية ده جزء من سياستنا الخارجية المعتادة لنا ولأشققنا الفلسطينيين الرئيس إمبارح تكلم عن أهمية وصول المساعدات الإنسانية لأهل غزة في التوقيت الحالي والرئيس برضو تكلم عن أهمية أنه تخفيف الحصار والتعجيل الشديد وأن مصر لا تدخل وسع في محاولة الحل السريع ومحاولة تهديئة الأوضاع سريعا جدا في خطاع غزة الكلام كله كان بيتكلم عن أن القضية الفلسطينية أبدا هتفضل على رأس أولويات الدولة المصرية طول ما الشعب الفلسطيني صامد وطول ما الشعب الفلسطيني قاعد على أرضه متمسك بقضيته مش حيتم أبدا ضياع القضية ومش حيتم أبدا تصفية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني صامد الشعب المصري في ظهر الشعب الفلسطيني بقيادته السياسية كمان موجود في ظهر الشعب الفلسطيني فالموضوع مش هيتساب عايم ومش هتتساب فلسطيني كان فيه رسالة لكل الدول الرغبة في توجيه المساعدات بأن مطار العريش الدولي مفتوح أمام الدول الرغبة في تقديم هذه المساعدات الإنسانية وزي ما شفنا النداء منذ صباح الأمس بفكرة ممرات آمنة لعبور المساعدات لأهلنا في قطاع غزة لكن من بين كلمة الرئيس تحديدا كان فيه حاجة غاية في الأهمية وممكن أنت شاورت عليها بس عاوزين نبروزها شوية لأن الرئيس تكلم وقالها صراحة لابد أن يكون الشعب الفلسطيني صامدا من أجل قضيته حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية خصوصا وأن مصر بتسخر كل الجهود لحفظ أمن وسلام واستقرار فلسطين تحديدا وإنهاء هذه القضية بإقامة دولتين مستقلتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وهي قضيتنا مش بس قضيتنا كمصريين هي قضيتنا كعرب ككل لأن يمكن في وقت من الأوقات وبسبب ما حدث في ما يسمى بالربيع العربي كان فيه تسويف وكان متعمد على فكرة للقضية الفلسطينية علشان خاطر يتم عمل ما يسمى أنا ذاك بصفقة ألقاء ولكن وعي القيادة السياسية في 2014 يعني أنهى هذا المخطط تماما وعادت القضية الفلسطينية من جديد القضية لمصر والعرب ككل ويمكن شايفين النهاردة التكاتف والوحدة العربية ولم الشمل من أجل الدفاع عن هذه القضية لا مساس بالسيادة المصرية لا تهاون ولا تراجع في دعم القضية الفلسطينية حكتين ماشيين بالتوازي دايماً مع بعض في السياسة الخارجية المصرية نحن النهاردة على مدار الحلقة حنتكلم بتفاصيل أكتر عن ماذا يحدث في الأراضي الفلسطينية وحنتكلم بتفاصيل أكتر وأكتر عن الفخر والعزة والفرحة اللي شفناها إمبارح في تخرج الدفاعات العسكرية مشاهدينا خلينا نتاع على طول نصبح عليكم ونبتدي بعدها حلقتنا صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر صبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في حلقتنا حلقة يوم الجمعة وقبل ما نبدأ هذه الحلقة خلونا نروح ونصبح على زميلتنا لمية حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار التقس في القاهرة والمحافظات صباح الخير يا لم صباح الخير عليك يا أحمد وصباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان مشاهدينا بصباح عليكم مرة تانية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة النهاردة التقس يكون مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري وشمال السعيد وفيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كمان ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب السعيد كمان فيه فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الواجه البحري درجة الحرارة نهاردة في القاهرة 30 درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة وهنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل بعد شوية أهلا بحضراتكم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة بالأمس في حفلة تخريج دفعات جديدة من الأكاديميات والكليات العسكرية أكد فيها على أن سعي مصر للسلام واعتبار وخيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية خلينا نتابع جزء من كلمة سيادة الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أبنائي وبناتي من خريجي الكليات العسكرية رجال جيش مصر الأبطال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم محافظين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه تسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية لأسركم الكريمة الذين يحصلون اليوم ثمار ما زرعوه في نفوسكم ووجدانكم من قيم ومبادئ وأقدم لهم التحية الواجبة وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وتظل قرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم شعب مصر العظيم وجه حديثي إليكم وإلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلاً إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات بازلةً كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبداً واليوم ونحل في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصارها السعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيدٍ ينحرف عن هذا المصار وإلى صراعات سفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم صراعات تخلّ بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق وإدراكاً مني ويقيناً بأن كل صراع لا يقول إلى السلام هو عبثٌ لا يعوّل عليه فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمصار التفاودي تجنّباً لحرائق تجنّباً لحرائق ستشتعل فلن تترق قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط وأكد بشكلٍ واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتّم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ وأكد بشكلٍ واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتّم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ وليس بقرار نتخزه بل هو عقيدةٌ كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملينا من تعلو أصوات السلام لتكف سرقات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتّى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فوراً والعمل على منع تظاهر الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير وأكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملون السيدات والسادة الحضور الكريم إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل سيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيا ليفيد على العالم بالسلام والمحبة وجهنا الإرهاب والترويع استعدنا بناء المؤسسات وجهنا التنمية والتحديات بالتنمية والبناء وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وبالصفافنا الوطني عاقدنا العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم وأن ينعب شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها وبالله من قبل ومن بعد ستحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله سنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة كمان مبارح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قال أن مصر بتبدل كل جهد لإحتواء التصعيد الراهن في غزة وأن الدولة المصرية حريصة على وصول المساعدات سواء كانت الطبية أو الإنسانية إلى قطاع غزة في هذا التوقيت الصعب المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة صعبة جدا وأنا مش عايز أقول كلام كتير أكيد أنتم متابعين كل شيء وإحنا بنبزل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود وبنحاول نصل إلى وقف الاقتتال وأيضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي احنا بنكلم الجميع القادة والمسؤولين وهم كمان بيكلمونا الكل مهتم وإحنا حرسين على أن احنا المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في الوقت الصعب ده تصل إلى القطاع أنا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها هدية بيتردد كلام كتير ويبقى فيه شائعات وفيه مغردين فأنا حبيت بس أكد لكم إن احنا مستكتين وبنتحرك مع أشقائنا قادة الدول العربية وأيضا مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع مش عايزين زي ممكن ما ما تقال يعني العاطفة طبعا طبعا نحن متعاطفين لكن خلي بالكم عايزين وإحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل يعني برضو بعقلنا عشان نصل إلى يعني إلى السلام وإلى الأمان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير لا يكلفنا الكثير ده مش معنا أن إحنا مش عايزين نتكلف لأ إحنا بنقول إحنا مستعدين نتكلف في إطار قدراتنا وفي إطار إمكانياتنا وإحنا إحنا لما بنسبب مشكلة لحد بل بالعكس إحنا بنتكلم وعندنا تسعة مليون من الضيوف أنا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الأمن والأمان والسلم والسلام لكن بالنسبة للقطاع أنا بقول أن الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي لأنها تعني تصفية القضية دي تصفية القضية دي كمان سيدة الرئيس تكلم عن التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية من 2011 والغاية دلوقتي وأكد على أن مصر ستظل باقية وصامدة وأن الدولة المصرية قادرة على تأمين نفسها وحماية أمنها القامل هنا بالنسبة للمصريين أنا عارف أن التحديات بقالنا تقريبا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة لكن عزقنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دي من كل شر وسوء وكان الأمر مرتبط مش هقول بحاجة بسيطة حياة وتكلفتها لكن فيه فار كبير جدا بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين إهدار حياة وخارب دول مصرح هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم انتم ومحدش هيقدر محدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وإحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية لكن شعبها كمان شعبها كمان شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على على حفظ مصر وأمنها اوعوا اوعوا حد اوعوا حد يزين لكم او يفتنكم ويخليكم يعني كفاية خراب الدول الاخرى مش عايز اطول عليكم اكتر من كده مبروك المبروك ابنانا وبناتنا اللي اتخرجوا النهاردة ومبروك لقصاركم وربنا يا ربي احفظكم وتبقوا دايما دايما زخر وقوة وقدرة لمصر شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني طبعا الف مبروك لكل الخرجين الجدد من الاكاديميات والكليات العسكرية القوة الحقيقية لهذا الوطن مبرح كمان على هامش هذه الاحتفالية كان في لقاء خاص مع الفريق اشرف سالم زاهر مدير الاكاديمية العسكرية المصرية تعالوا انتابع هذا اللقاء الحمد لله يوم سعيد جدا اليوم بهنة الدفعة 117 وما يعدلها من جميع طلبة الكلات العسكرية بهذا اليوم بأكد عليهم يحفظوا على انفسهم وجميع اللي تعلموه داخل الاكاديمية سواء من علم او انضباط او اليقى بدانية زي ما قلت من البداية احنا كنا مهتمين جدا بتقديم حفل مختلف هذا العام بمناسبة اليوبيل الزهبي لانتصارات واكتوبة مع طبعا الحدث الاجبع بالنسبة لنا وهو نهاية الدراسة بالنسبة لابطال داخل الاكاديمية او الكلية العسكرية قدمناه بشكل جديد مختلف شوية لو لاحظنا اننا نفذنا عرض بالمعدات اللي شاركت في اكتوبر وايضا في نفس الوقت عاملين احدث منظومة الاسلحة المتواجدة داخل القوات المسلحة في الوقت الحالي طيب دراتي مشاهدين هنسيب حضراتكم لفاصل سريع ولسه مستمرين معاكم في حلقاتنا النهاردة في صباح الخرية مصر حتى العشر صباحا انتظرونا بصبح عليكم مرة تانية هيئة الارصاد بتتوقع انه النهاردة التقصى يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري وشمال السعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحارة على جنوب سيناء وجنوب السعيد الجو كمان هيكون لطيف فأول الليل ومائل للبرودة فأخره على شمال البلاد وحتى شمال السعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب السعيد كمان في شبورة مائية الصبحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب السعيد كمان النهاردة في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منارغين معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل سيدة المشاهدين أهلا بيك أهلا بحضرتك وطمينين عن حالة التقص خصوصا أنه يعني حضرتك قلت لنا قبل كده كام يوم ونتعرض لمخفض جوي يقلل شوية في درجات الحرارة هو طبعا نحن الحمد لله اليوم نكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية ويمكن نحن على مدار هذا الإسبوع شاهدنا الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية كانت صرص الأمطار خفيفة وقتنحصر فقط في التواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلعة لتحنى متواصل ده متواقع أنه يكمل معانا اليوم باستمرار سأصلنا طبعا بوجود انتداد منخفض جوي في طبقات الجو الأوليان هيعمل على وجود السخص المنخفضة والمتواصلتة التي تحدث بوجود من أجهات الشمس ففي تالي ساعد على انتفاض ضربية الحرارة واحساسنا بالأجواء الخريفية خلال فترة النهار عظم على القاهرة الكبرى عدتها وحنا بـ 29 إلى 30 درجة مقوية ففي تالي أنفس بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوضع البحري ومحافظات شمال الصعيف أجواء معتدلة تماما على السواهل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتواصل أجواء حرة على المحافظات الجنوبية الجنوب الصعيد وجنوب سيناء داخل الفترات النهار وخاصة انتفاضت الزهيرة لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا فترات الليل طبعا درجات الحرارة بتنخفض بتنخفض بشكل بير وبشكل ملخوص بساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر بدأنا نشعر بالبرودة في الأوقات دي خلال هذا الابتوع أجواء فترة الليل لطيفة في أول ساعات الليل لكن بساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر هي أجواء مائلة ليلة البرودة بالإضافة كمان الشبورة المائية بتكون هي الظاهرة الجوية المؤثرة فترة الصباح الباكر فترة الصباح الباكر ساعات الليل الباكر لكن يبدأ مع فتوعة شهاد الشمس يعني تبريدين مع الساعة 7-8 صباحا شكورة المائية بتبدأ في الاختفاء في الرؤية الرسوقية بتبدأ تحسن على أغلى فترة. من نسبة لفرص أمطار اليوم هي تكون فرص أمطار على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد. المحافظات المضلة على البحر المتقصط ومحافظات شمالي الوكه البحري على فترات متقطعة من اليوم يمكن لحظة أماكن الأماكن الأخرى. غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية سرعة رياح يوم هتكون مبينة 30-35 سينو متر على الساعة وهتنحصر في المناطق الجنوبية شمال الجنوب الساعة لجنوب سينة هتزود أفسنا بالنخطط ضربات الحرارة غير مؤثرة لأي رمال وأتربة. فهي الأجواء مستقرة تماما لليوم. غدا إن شاء الله متوقع أن المنطفد الضوية قبل غدا حركة الملاحة البحرية على البحرين أخبارها إيه دلوقتي؟ هو طبعا فيه اعتدال في سرعة رياح على البحرين فده بيتأدي إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لا يتجاوز لثنين متر. فبالتالي مؤهل لكافة أعمال السويد والملاحة البحرية وأعمال التنزم. بالنسبة للبحر الأحمر أيضا معتادل. ارتفاع الأمواج فيما بين واحد ونصف لثنين وربع متر مؤهل لكافة أعمال السويد والملاحة البحرية ويأعمال التنزم طبعا نحن كنا متوقعين وقلنا مع حضراتكم إننا من غدا إن شاء الله يبدأ يأثر علينا تعمق المنحفة الجاوي الشاكي كبير في جمهورية مصر العربية فبالتالي فرص الأمطار هتزيد وكميات الأمطار هتزيد على الحفاظات الشمالية وتوضح أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحفاظات شمال الواجه البحري وقد تمتلك من الأمطار خفيفة المناطق من جنوب الواجه البحري القاهرة القبرى مع انخفاضات خفيفة في القيم ضربة الحرارة فترة النهار وأيضا تتراتي زيادة الأمطار اللي احنا ممكن نشهادها بكرة هتكون أكتر في محافظات وهل هتأثر على أعمالنا اليومية ولا لا؟ طبعا الأمطار هتزيد اليوم بنقول أمطار خفيفة على المناطق الساحلية ويمكن كمان كان أمس أمطار خفيفة غدا إن شاء الله هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة يعني خفيفة في أماكن متوسطة في أماكن من المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح الأسكندرية البحيرة كف الشيخ الدقالية دميات برسعيف رفح العديس كمان بعض الأماكن من مدن القناة لكن المناطق الداخلية الأمطار فيها خفيفة وإن شاء الله هو في تعامل كامل بين محافظات فبالتاني إن شاء الله تبقى الأمطار متأثرش تماما على أي أعمال أمسفة يومي أشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة العظمة فيها 30 والصغرة 22 العاصمة الإدارية 30 21 اسكندرية 27 21 العالمين الجديدة 26 21 مطروح 27 20 دميات 29 22 بورسعيد 28 22 الإسماعيلية 30 20 السويس العظمة فيها 31 والصغرة 21 العريش 29 20 كاترين 25 16 طابة 31 24 حلايب 32 26 شلتين 34 25 شرم الشيخ 34 26 الغرداء 33 25 الفيوم العظمة فيها 30 والصغرة 19 بني سويف 31 19 الوادي الجديد 33 20 أسيوت 31 18 سهاج 34 21 قنى 34 22 لأسور 35 23 وأخيرا أسوان العظمة فيها 35 والصغرة 24 مشاهدين دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية نروح لأحمد ومنا نكمل معاهم بإيه فكرتنا شكرا لك يا لامي وشكرا موصول لدكتورة منار غانم وبأكد برضو الاتباع والالتزام بيعني الإجراءات اللي انت قلت عليها الخاصة بالتقص بص يا أحمد حط كلمة مائل دايما مائل للحرارة الصبح في الجو لطيف ومائل البرودة بالليل بداية فصل الشتاء تقريبا فطبيعا بالليل بتبقى الدنيا فيها نوع من أنواع البرودة النسبية بس الحلوة المعدية تمام شكرا خلينا بقى نتحاول لأخبار المحافظات وإيه اللي حصلت فيها في سكندرية تم البدء في رصف الشوارع الفرعية والرئيسية بمنطقة المعمورة وفي المنوفية مبادرة مشروعك نفزت 21 مشروع بتمويل حوالي 5 مليون و700 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر إيه اللي فات خليه أقولك أن فيه نقلة نوعية حصلت وحضرية في محافظة المنوفية مش تحيوزة أنا لها عشان أنا من المنوفية أنا عارف أنت هتقولي كده بس فعلا يمكن أنا كنت هناك من أسبوعين تقريبا لا فيه تغير ملموس على الأرض فيه نقلة حضرية فعلا موجودة في كل القرى اللي موجودة ويمكن السبب فيها حياة كريمة زيها زي حل يعني محافظات أخرى برضو مجرد ما حياة كريمة بتدخل زي ما كوني قبلة الحياة كده بترجع الحياة من جديد في المحافظات والمدن والقرى خلينا نروح من المنوفية لبني سويف اللي تم فيها تأهيل وتطين 701 كيلو من الترع والمجاري المائية أما محافظة قنة فتم فيها افتتاح مركز شباب رفاعة بقوس بشكل تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظات مصر شهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة في الإسكندرية تم بدء أعمال الرصف بعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية وأعمال تطوير المنشآت الصحية والتعليمية عشان يستفيد منها نحو 12 ألف أسرة من أهالي المعمورة البلد وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الحضرية الأشد احتياجا في الدأهلية شهدت المحافظة استفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها وبلغ إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة ما يقرب من ألف معدة متنوعة في المنوفية أعلنت المحافظة أن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 38 فرصة عمل بنطاق المحافظة وده من خلال تنفيذ 21 مشروع بتمويل 5.707.000 جنيه لتوفير التسهيلات اللازمة وتعظيم دور مبادرة مشروعك وتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فأسوان نظم فرع المجلس القومي للمرأة 8250 زيارة منزلية استهدفت توعية 49 ألف من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزي إدفو وكومومبو ضمن فعليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلد أمانة وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين في المينيا أعلنت المحافظة أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209.361 حالة على مدار شهر سبتمبر الماضي ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات وده لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً في بنسويف أكدت المحافظة أن إجمال ما تم تبطينه وصل لـ 701.430 كيلو متر من إجمال أطوال الأعمال المستهدف تنفذها لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجار المائية وده وسط حالة من تذليل المعوقات بالتنسيق مع الجهات والوزرات المعنية فأسيوت أطلقت جامعة الأزهر فرع أسيوت قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية وده في إطار المشاركة المجتمعية تجاه أهالي محافظة أسيوت تضم القافلة تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن وطب وجراحة العيون والبطن العامة في قناة افتتحت المحافظة أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب رفاعة بمركز قوس تجريبياً وده ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يقع مركز شباب رفاعة على مساحة 10627 متر وبيضم ملعبين وأيضاً مسرح صيفي مكشوف وحديقة ألعاب للأطفال ونادي للفتاة وحضانة أطفال وباقي المساحة عبارة عن مساحات خضراء فضلاً عن المبنى الإداري اللي بيضم صالة ألعاب وغرفة تنس طولة وجم مبارح انطلقت فعليات معرض الشيخ زايد للكتاب وكان تحت شعار الثقافة والنصر وده تخصيص الدورة السنادي للاحتفال بليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد المعرض بيتضمن صالة عرض رئيسية بيشارك فيها أكتر من 120 نشر وده جنب تنظيم مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين خلينا نشوف انطلقت فعليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب تحت رعاية وزارتي الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة حيث تم تخصيص هذا العام للاحتفال بليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني أشهر مراسل صحفي على الجبهة كشخصية المعرض وتنظيم هذه الدورة من المعرض تحت شعار الثقافة والنصر يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويستمر حتى مساء يوم الثاني والعشرين من أكتوبر ويتضمن أيضا مسرحا للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم على أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بمئوية الفنان سيد درويش المعرض يتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشرا ومكتبة وتعرض آلاف الإصدارات والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال كما يضم كذلك مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية وتشمل الدورة التاسعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب برنامج خاصا للأطفال تقام أنشطته في الفترة الصباحية من العاشرة وحتى الثانية ظهرا على أن تقام الندوات في الفترة المسائية من السادسة وحتى العاشرة مساء دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر ونقرب من الصورة من خلال الناشر محمود عبد النبي مدير معرض الشيخ زايد للكتاب صباح الخير يا سيد محمود صباح الخير يا أستاذ أحمد وصباح الخير يا أستاذ منا وصباح الخير على السيدة المخير صباح الخير على حضرتك يعني عاوزين حيكتكلمنا عن الفعاليات للشهادة اليوم الأول لانطلاق معرض الشيخ زايد للكتاب وهيستمر يعني كم يوم المعرض يقام على مساحة 3000 متر وديه الدورة التاسعة المعرض بيضم زي ما ذكر التقرير أكثر من 120 ناشر 3000 متر بس المكان فين؟ المكان في مدينة الشيخ زايد الحي الأول أمام مستشبه هي شارع الروضة عظيم جدا المعرض دي دورة التاسعة على مدارة 29 يقام ده مقام لخدمة سكان أهالي الشيخ زايد ومدينة الجيزة ككل المعرض بيضم فعاليات زي ما ذكر التقرير وندوات وأنشطة للأطفال ورش تعليم رتم وتلوين وسلطان المعرض بيعتبر متنفس ورقة للقراء في مدينة الشيخ زايد وإحنا مستمرين بفضل ودعم جهاز مدينة الشيخ زايد ومحاولتك تخصيص دورة التاسعة أو العشرة زي ما حالك تقول السنة دي للاحتفال بالليوبيل الدهبي لنصر أكتوبر ايه الفعاليات اللي هتعمل علشان نحتفل بخمسين عام على مرور حرب أكتوبر أو على النصر في حرب أكتوبر المجيد يعني التفاضف والتزامن الجميل بمناسبة للليوبيل الدهبي لنصر أكتوبر المجيد ده مخلينا عاملين أكتر من ندوة موجود معنا كانت اليوم الأول مجموعة 73 مؤرفين ودي كانت ندوة ترية جدا كان فيها أكتر من لواء وأكتر من بطل من أبطالنا وحرب أكتوبر المجيد حكوا للجمهور وحكوا لقراء مرينة الشيخ زايد الأبطال بتاعت الأمجاد والأبطال والمعارك اللي خدوها بنفسهم وده كان بالنسبة لنا شرف كبير إن احنا نسمع من أبطال حرب أكتوبر اللي خادوا المعركة بنفسهم إزاي واجهوا العدو وإزاي كانوا أبطال غاية آخر لحظة في النصر هل في مجال في أي قاع من قاعات الأطفال أو أنه يبقى فيه حكاء يحكي للأطفال الصغيرين القصة بحيث أنه يبقوا عارفين التفاصيل عندنا فيه رسومات وفيه ورش حكي تحكي حرب أكتوبر من بدايةها لنهايةها للأطفال وفيه قصة كثيرة موجودة داخل أروقة المعرض للأطفال نحاول أن نحكي لهم ببساطة إزاي كان المطر مهم في حرب جايدة وإن شاء الله هتشوشوا الكلام ده في الأيام الجاية أبرز الحضور بقى من الشخصيات العامة والكتاب والأدباء اللي حضروا الافتتاح طبعا المعرض بيضم مجموعة كبيرة جدا من الندوات المهمة ومدينة الشيخ زايد ذاكرة بالنجوم والمثقفين نحن عندنا ندوة مهمة بكرة للأستاذ عمر طاهر في أكتر من لقاء مع الأستاذ إيهاب الملاح محمود عبد الشكور والدكتور حسين حمودة برضو ندوات مهمة جدا جدا نتمنى جمهور ما ينتشقه زايد أنه هو ينتظرها ويترقبها ويجي يشاهد معانا اللقاءات المهمة مع المثقفين والمقاد والمفكرين نعم بنشكر حضرتك الأستاذ محمود عبد النبي الناشر ومدير معرض الشيخ زايد للكتاب مشاهزين سعد رواتي 8 بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء معلمية تفضلي لنا شكرا لكي منا أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حكم التاريخي وقواعد الجغرافية قد صاغ مثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري مما جعل مصر دائما وأبدا في صدرة الدفاع عن الأمة العربية وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على أن مصر لم تخذل الأمة العربية ولن تخذلها أبدا كما أكد الرئيس السيسي سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي الذي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية مشددا على سعي مصر للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية وأشار الرئيس السيسي إلى وجود سعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصاريها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقرارات الشرعية الدولية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المصار أعرب الممثل الثامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن دعمه لدعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وأعرب عبر منصة إكسا عن شكره لإعلان مصر أن معبر رفح سيظل مفتوحا وعملا بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية وحالة الطوارئ أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423 ألف شخص أكبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وقال مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا في بيان إن عدد النازحين في القطاع وصل إلى 423 ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعين نازحا أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة وظفة الغربية المحتلة وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا في بيان إن المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة وظفة الغربية محذرنا من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة على شفى الانهيار وأضفت المنظمة أن كل ساعة تمر تقلل من الفرص المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا تعذر إيصال الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح وذلك إلى قطاع غزة على وجه السرعة بسبب الحصار الكامل المفروض عليها ولفتت الصحة العالمية إلى أنه فيما يتعلق بالمستشفيات فإن الكهرباء لم تعد متوفرة لها إلا لساعة قليلة كل يوم مع الاضطرار إلى الاعتماد على نظام حصص لتوزيع الكمية القليلة المتبقية من احتياطيات الوقود والاعتماد على المولدات لضمان استمرار الأعمال بالغة الأهمية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة إلى 1385 شهيدا و6229 جريحا وأوضحت الصحة في بيان مقتدب أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا و6049 مصابا فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا و180 مصابا وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من النساء والأطفال استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفد نقابة التطبيقين وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية الواسعة وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية لافتا إلى أن الحملة تعتمد أسلوب الشفافية والعلنية في كل تفاصيل عملها من جانبها أثبتت أو أثنت نقابة التطبيقين على مشروعات التنمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه سوف يتم معقد الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم أعلن المرشح الجمهورية لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس سحب ترشيحه في قرار يفقم أزمة المؤسسة وكان سكاليس فاز الأربعاء في تصويت غير رسمية للحلول محل كيفين مكارثي الذي أقاله زملائه في الثالث من أكتوبر الجاري لكن النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين مشاهدين انتهى موجز أثامنة ونعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ودلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل وكمان المباراة اللي هتتلاعب في الجولة السبعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتنتهي المدة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان عهد الأمان مفهومه والحقوق المترتبة عليه وشددت الوزارة على الخطباء بضرورة الالتزام بنص الخطبة والوقت المحدد لها النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع سبع مباريات قوية في إطار الجولة السبعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منها مباراة هولندا وفرنسا الساعة عشر لربع بالليل في نفس التوقيت مباراة النمسا مع بلجيكا في تجربة مختلفة بيقدمها المعرض المصري الإيطالي واللي بيتم تنفيذه بالمنظور الرقمي من خلال نظارات الـ VR المعرض بيستهدف أنه ينقل الزائر من على أرض مكتبة الإسكندرية عشان يشوف أشهر المعالم السياحية والأثارية بقى في إيطاليا وكمان أشهر المعالم مصر يعني باختصار كده نقدر نقول أن التطبيق بيقدم تجربة فريدة من خلال التفاعل خلال الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد اللي بيساعد الزائرين على إجراء جولة سياحية افتراضية في القاهرة والإسكندرية والمناطق السياحية المصرية وفي نفس الوقت التطبيق ده بيسمح ليهم بالقيام بجولة افتراضية أيضا ممثلة في المدن الإيطالية التراثية جولات بصرية ينظمها متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية من خلال معرض رقمي يركز على التراث الثقافي المصري والإيطالي حيث يشمل المعرض تطبيقا تفاعليا في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد حول التراث المشترك بين البلدين يستمتع من خلاله الزائرون بمدينة القاهرة ومناطقها السياحية كما يستمتع بجولة افتراضية مماثلة في المدن الإيطالية بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة فريدة من الصور للقاهرة وروما وفلورنسا والبندقية وغيرها من المدن الأثرية والتراثية فكرة المعرض تعتمد على نظارات رقمية بتقنية الـ VR يستطيع الزائر أن يتنقل من على أرض الإسكندرية ليشاهد أشهر المعالم السياحية والأثرية في إيطاليا وعلى التوازي تستطيع أن تأخذ جولة سياحية بداخل مجموعة من متاحف مكتبة الإسكندرية العامة منها متحف السادات والمخطوطات ومتحف الفنان العالمي شادي عبد السلام كما يستطيع بواسطة هذه التقنية القيام بجولة افتراضية للاستمتاع بأجواء نهر النيل والتجول حول الأهرامات بواسطة الجمل يساهم المعرض في مساعدة المواطنين على استكشاف تاريخ المدن والتعرف عليه بواسطة التقدم التقني كما أنه يستهدف تحسين صورة مصر حول العالم مما يساهم في دعم السياحة وفرص العمل في هذا القطع دعونا نقترب أكتر من الصورة من خلال ضفنا على الهاتف الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا سيد أحمد صباح الخير يا سيد أحمد صباح الخير على السابق مشاهدين والمشاهدات يعني دكتور عاوزين نلبس كده مع حضرتك نظرات الفي أر ونروح للجولة الافتراضية دي يقول لنا إيه اللي بيحصل فيها هو طبعا ده معرض يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية والسكرتور الأول لوزير الخارجية التعامل دائد الإيطالي ونائب السفير الإيطالي في القاهرة ودي طبعا يعني تاني جولة عملناها معاهم عملنا قبل كده في شهر مارس اللي فات جولة كانت أيضا بتطمم يعني زيارة افتراضية الأبرز المدن الإيطالية مثل البندقية ورومة وبندونيتو ثم يعني بالتعاون معاهم عملنا دولة افتراضية أخرى لزيارة أبرز المتاحف عندنا في مكتبة الأسكندرية مثل مضحف الأثار مضحف السادات ومضحف المخطوطات وقعت عرض أو معرض الفنان لعلاني شدي عبد السلام فمن خلال هذه الجولات الافتراضية الزائر بييجي عندنا وبعدها المتاحف الأثار عملنا معرض كثير كبا فبيجي يشوف من خلال هذه النزارات يعمل دولة افتراضية داخل هذه المتاحف يتعرف فيها أبدا على المستوى الداخل أو مصر أو كذلك تحت مكتبة الأسكندرية فنحاول نعمل زواج مبارك بين التكنولوجيا وبين التراث يعني نعمل جسر رقمي بين الأثار وبين التراث وبين التكنولوجيا بحيث أن نحن نبسط المعلومة ونوصلها للناس بحيث نزيد متاحف الأفتراضية أنا حاولك عارف في فترة كورونا يعني أجبرنا جميعا نشاهد المتاحف من خلال زيد يولات الأفتراضية سواء المتاحف الكبيرة زي المتروبولتان زي اللوغر زي المتحف بيطان وعندنا كذلك متحف الأثار ومتاحف مكتبة الأسكندرية ومتاحف وزارة الأثار فقمنا بزيك جوالات فمن خلال تعاون نصيق بيننا وبين الجانب الإيطالي عملناها وده طبعا كان يوم جميل جدا اللي هو يوم الأربع عشر أكتوبر حيث كان عندنا حدث آخر هو افتتاح المتحف الإيماني الروماني بالأسكندرية وجانب الإيطالي كان لي دور كبير جدا جدا في هذا المتحف عشان كده تم اختيار إيطاليا على وجه التحديد علشان السائح يقدر يلبس نظرة الـ VR ويشوفها بجانب أنه يشوف الأماكن المصرية المختلفة طبعا لو حضرتك هتجي تشوف الأماكن المصرية تشوف الأماكن اللي هي موجودة في إيطاليا فضلا أننا عملنا معرض أيضا للصور الأبرز المعالم الأسرية والسياحية في مصر وإيطاليا فعندنا معرض صور حيث يبدأ تشوف الصورة بشكل ثابت وكذلك تتجولي وتعمل الجولة إفتراضية وقام الدكتور أحمد زايد ومشهادة هذه المدى من الجولات الإفتراضية سواء في إيطاليا أو في مصر وأبدأ أجابه بها وكذلك سكتير أول وزير خارجان إيطالي وكان حدث عظيم جدا وطبعا احنا فتحين المعرض ده من يوم 11 اللي هو يوم الأربعة اللي فت حتى يوم 18 وبنشتغل بالساعة عشرة والساعة عربعة والناس يعني أهلاً وسهلاً بيهم يجوا ويتفرجوا وفيه إقبال كبير جداً جداً سواء من زوار المكتبة أو العاملين في المكتبة على هذا المعرض وبصراحة حركة تيجي ده متحفة الأصابات لإقبال مهول لأن الناس مستمتع بهذه التجربة وسعباء جداً بها وإن شاء الله بعد كده نقدر نعمل دولات أخرى ونستمتع به إزاي إحنا نتعلم التراث ونحبه ونعشاؤه بالشكل الجميل ده اللي بيخلي التكنولوجيا الحديثة تبسط المعلومة للأطفال والشباب والناس وكمان الناس لو هي أوي بعيداً طبعاً عن المكتبة أو بعيداً عن المتاحف بتاعه ما تقدر تشوف هذه الأساس جولات إفتراضية أونلاين بشيء عظيم جداً جداً وده اللي احنا بنعمله باستمرار أكيد هل حيكون فيه تذاكر ليه المعرض؟ ليه المعرض فور فري يعني المجاني وزي ما قلت سيادتك يعني من 11 لـ 18 والناس يعني بكرة السفت إن شاء الله تعالى من الساعة 10 للصبح للساعة 2 الناس تنورنا في المتاحف الأساس في مكتبة الأسكندرية وتستمتع بهذه الجوالات الإفتراضية المكتبة مؤسسة غير بحيزة من سيادتك عارفة وهي نافذة للثقافة على العالم ونافذة العالم على مصر ونحن نقول نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر فكل الحاجات اللي حمد أمارات مكتبة الأسكندرية الهدف منها مشرو الوعي وتنمية الإبداع وبس طبعا روح المتعة والثقافة بين الجماهير سواء المصريين أو العرب أو الأجانب لأن مكتبة الأسكندرية تمارس دور العظيم التي قامت بمكتبة قديمة فاعة البطالمة عندما كانت الأسكندرية حاضرة للثقافة في البحر المتوسط صحيح يعني هو مهم جدا كمان يا دكتور دخول التكنولوجيا مهم جدا دخول التكنولوجيا يعني أنا ممكن أن أطلق عليها مجازا التكنولوجيا السياحية ونقدر إحنا نوظفها لتعظيم الاستفادة من الموارد التي نمتلك لكن شايف أن النوع ذا تحديدا في مصر من السياحة هيكون أكثر جذبا لزوار جدد ونقدر بعد كده نعمم هذه التجربة على المتاحف التي تمتلكها الدولة المصرية على منصات لدخول عليها من خلال أي دولة من دول العالم طبعا أنا أشكر سياستك على هذا المصطلح والترم الجميل وفعلا ده شيء عظيم وأننا نجب أن نزيد من هذا الأمر لأن سياستك ما تتمل لدولة افتراضية أستاذ أحمد لتتشوق أن تزور هذه الأسار في واقع فدي نوع من أنواع التدخزي ما نحن بنعمل معرض الأسار في الخارج الناس بيشوف توت عن خامون ورامسيس والموميوات بيشوفوا جزء من الحضارة المصرية لكن لما حرج بها بتعمل لو عارف زماعيك مثلا يعني أبتهايزر كده مشاهيات أو جاذبات الحضارة المصرية لكن لما يجيشوف بقى الحضارة المصرية على الطبيعة ويستمتع بجو في مصر وبعظم الشعب المصري والبيافة وكل هذه الأزواق تبات تجربة يعني ندر أورسة حيرة واللي بيجي مصر والله مرة دايما بيجي كل مرة وبيستمتع والناس ما تشبهش من جمال أسار وخاصة لو إحنا عملنا إيتيه حال ده يعني مش هنقول لكل المتحف بشكل عام لو جزء بسيط منه لأن أحياناً أي زائر نازل ليه محافظة مثلاً من المحافظات المصرية ما بيباش عارف أروح أزور إيه طب وهل لو رحت زورته هيبقى كويس ولا لأ وهضيع فيه وقت ولا هيكوبه فيه بالنسبة لي فلو أنا ديته نبزة كده عن ما هو متاح للعرض داخل هذا المتحف أعتقد هيبقى نوع من أنواع الدعاية للمتحف المصرية طبعاً إحنا بنعمل ده وعندنا أصلاً مضحف الأسار في مكتبة الأسكندرية مثالت موقعاً لمضحف إفتراليا فهن لمؤخدنا عليه جائزة عالمية في هذا الشأن وإحنا بنتابع مع زميلنا في مكتبة الأسكندرية في الـ IT Department في الناس اللي هم بتاع للإنفروميشان تكنولوجي بحيث أن احنا نعمم هذه الأمور على كل المتاحف داخل المكتبة والناس استفيد بها هكذا يعرف أن خلاج جوالك الاسترادية سيادتك بتتجاوز حدود كثيرة المكان والزمان لو سيادتك مثلا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر حضرتك تشوف هذا المتحف وعلى البعض وكذلك تشوفوا بالليل أو بالنهار ما تشحى ذات مرتبط بمواعيد الزيارة الرسمية بتاعها المتاحف فكل جديد يساهم في هذا الغام طبعاً نزالة الساعة والأثار وكذلك الثقافة بدأوا يقوموا بهذه جوالك الاسترادية يساوها للتراسنا الحضاري والثقافي والأثري الجميل حيث أننا كل مكان في العالم تكون موجودة فيه كلمة مصر من خلال الثقافة والسياحة والإجداع وكل شي جميل لأن مصر بإيمان أنا أقول هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب ديغرافيا ومصر دولة عظمى ثقافياً قديماً وحديشاً صحيح كل شكرا لك الدكتور حسين عبد البصير مدير المتحف الأثار بمكتبة الإسكندرية شكراً جزيلاً لحضرتك طيب خلونا نروح لمسابع أخرى بيتم تنظيمها في الإسكندرية أيضاً من أجل تمكين الشباب للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تغيرات المناخ للخروج بأفضل الأفكار لمشروعات البيئة خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على التليفون الدكتورة ريهام عبد الحميد مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية أهلاً وسهلاً بك دكتورة ريهام صباح الخير أهلاً وسهلاً بكو صباح النور سباح يطل على حضرتك نتعرف مع بعض على المحاور اللي بتركز عليها المسابقة والمسابقة عبر عني المسابقة دي مسابقة كليماثون الأسكندرية اللي بتنظمها مكتبة الأسكندرية للعام الثاني على سوالي المسابقة بينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة دكتورة معلش بس الأول كده يعني إيه كليماثون كليماثون جاي من كلمة كليمات يعني هي المسابقة دي أساساً إحنا بننظمها مع كليمات مؤسسة كليمات بالاستحاد الأوروبي فكليمات يعني المناخ نعم فهي يعني إحنا بنحاول اللي هي المسابقة دي مخصوصة عشان تحديات والظاهير التغير والمناخ واللي طبعاً إحنا أثارنا سيفيننا على كل نواحي الحياة يعني مجال الزراف مجالي طبعاً مدن الساحلية عندنا في أسكندرية شديد تأثير بسبب الفتاة مستويسات البحر بسبب تغير الموناك أو بسبب كليمات 2 فهي رزع إلى كليمات 2 نعم طيب حطينا بقى في تفاصيل كليماثون زي ما سألت زميلتي مننا إيه هي أهم ما يميز هذه المبادرة المبادرة دي أو المسابقة دي بتتعمل في المدن يعني في المحافظات المختلفة إحنا بالنظامها السانيدي المكتبة بالنظامها السانيدي بتعاون مع مؤسسة مناخ أردنا لتنمية المستدامة ومع الاتحاد الأوروبي مؤسسة كليمات كيك في مؤسسة حدريطة الهدف منها إيه إن كل محافظة أو كل مدينة في مشكلة بسبب تغير المناخ واللي هي مشكلة تغير ظهرت تغير المناخ بطلقة بلغعة في جميع المجالات زراعة، طاقة، ارتفاع مستوى سطح البحر، الزحة، مقلبات أثارها طبعاً شايفينها في كل المجالات فنحاول إن الشباب ووجهها للشباب في 2018 إلى 35 سنة إن هم يقدروا يشوفوا حل لهذه وهم شايتم مشكلة معينة يشوفوا يحاولوا يلاقيوا حل لحل هذه المشكلة من المكونات الداخلية للمحافظة يعني من يحلوا هذه المشكلة داخلياً في محافظته أو في المدينة وتتعامل على مستوى مدن كثيرة جداً في العالم في مصر في السنة عمدينها على مستوى 14 محافظة السنة اللي فتت كانت أول مرة تتعمل في السنة وكانت طبعاً مكتبها كانت صباقة نهاية نظم المسابقة السنة اللي فتت والسنة للعام الثاني على التوارد وهي زي مؤثر حضرتك تستهدف الشباب طيب إزاي بيتم اختيار الشروط أو على أساسها الشباب بتقدم علشان تبقى موجودة في المسابقة للشروط المسابقة بسيطة جداً إنه يبقى مجموعة عمل أولاً مش عمل ترجية مجموعة عمل تبقى شباب من سنة 18 أو 35 سنة مش لازم كل فريق يبقى كده المقدم المشروعي يبقى في هذا السن من 18 إلى 35 سنة يبقوا عندهم فكرة مبادرة لحال مشكلة هم شايتينها بمحافظة بس تقدمت أعلاننا على المسابقة دي السهر أغسوص اللي فات اتقدم عدد المشروعات أخذنا كل السباب عملنا لهم تدريب يعني البناء وقدراتهم أنت غيروا المناخ يعني إيه أهميتهم مجالاتهم المشاكل بتاعته ظهر عندنا في صورة وفي نفس الوقت بعد كده كانت في سلسة تانية عن إزاي يكتبوا مشروع إزاي يعمل فكرة يحول أفكاره في كل الأحوال المشاركين فايزين يعني فازوا بتعظيم قدراتهم وفازوا بأنهم يتعرفوا على شكل مختلف سواء للبحث العلمي سواء للتعرف على القضايا المناخية دي الكلمة اللي أنا كنت بقولها مبارحة أنا قبل أعلان النتيجة كل المشاركين فايزين إحنا بس بنطلع مركز أول مركز تاني عشان دي شروط المسابقة بس كل المشاركين فايزين صحة زي ما حضرتك قلت بالزبط لجنة التحكيم اختاروها على شكل أساس الشروط اللي بيتم اختيار اللي حيحكمه هتكون بناء على إيه إحنا كنا جديدين لجنة التحكيم أتدفتنا في جامعة السكندرية من كلية العلوم وكلية الزراعة ومقونا من المكتبة كنا بنقيم المشروعات على أساس الفكرة هل فكرة جديدة قابليةها لتنفيذ لها بعض علمي أو عليها مش بعض علمي لها بعض علمي بتحل مشكلة بتعلمها بالسكندرية بتستعمل خامات من هنا في السكندرية تأثيرها على الناس إيه وطبعا طريقة عرض الفكرة نعم طيب دكتورة عدد الأبحاث والأفكار اللي شاركت فيه المسابقة كم فكرة وكم بحث وإيه أفضل الأفكار من وجهة نظر حضرتك شايفا اللي هي قد تساهم فيها لحد من الانبعاثات الكربونية هو إحنا كان متقدم خوالي 35 شكرة أو 35 مشروع من مجموعات عمل بعد كده عملنا له بزي تصفية بس أولية وبعد طبعا بعد ما أخذوا المرتين دول وبعد كده طلبنا منهم هم يحسنوا مشروعاتهم وبعد على أساس المحاضرة اللي هم كانوا أخذوها وبعد كده تم اكتير أفضل عشر مشروعات هاي اللي تم عرضها مبارحة المكتبة وتم اكتير من العشر مشروعات أفضل مشروعين اللي هما إيه بقى؟ الحقيقة كانت أفكارهم كلهم برضو لازم أقول أفكار الشباب جميلة جدا ولما عايز إبداع أخذ من أفكار الشباب صحيح كان فيه فكرة اللي تسبت المركز الأول كانت أنهما بيأخذوا من المخلفات العضوية اللي هو مخلفات الأكل وبقاء الأكل من شركة نهدة مصر المسؤولة عن مكتبة النظافة السندرية كانت أخذ المخلفات العضوية منها بيحاولوها لفحم الناشط فحم الناشط ده طبعا بيدخل في معرضة المانيا بيتم استيراده الثمن غالي جداً في مصر بيتم استخدمه في كذا حاجة في المجال السربي في المجال السناي قدروا يحاولوها طبعاً يعني هم حرامة ومقالهم ست سنين يشتغلوا عن فكرة دي ودخل فيها كذا مشافة وكل مستبع يعني يأخذوا فكرة جديدة أو معلومة جديدة يدروا اللي هم يتورط فده الأحدث في الجائزة المركز الأول والمرتز الثاني كانت اللي هو بقى برضو مخلفات بس من الباعة اللي في الأسواق المخلية التغير الأسواق اللي عندنا في السكندرية مخلفات السماطم والخيار ومخلفات الأكل برضو مخلفات الأدوية بتاعتهم بيأخذوها يجففوها طبعاً يعني بينادقوها وكده هم اللي بيروح يأخذوها من الباعة نفسهم يعني عشان يبقى النقل عليهم أو تيبنوهم يعني أرقام تلك ناسم وبيأخذوها يجففوها بوسطة الطاقة السنسية وشويس يعني معهم طبعاً يعني كلها نقدر نقول يا دكتورة أفكار صديقة للبيئة وزي ما حضرتك قلت يا عاوز حلول خد من أفكار الشباب ومقولة بصيغة أخرى يمكن أن اشتاين نفسه قال كده لا يمكن أبداً أن تحل المشاكل بنفس طريقة الأفكار التي تسببت فيها ومن هنا بنتكلم على أفكار بشكل مختلف وهي أفكار شبابية خالصة لمواجهة ظاهرة يمكن أصبحت بتؤرق كل دول العالم وهي التغيرات المناخية بنشكر حضرتك الدكتورة ريهام عبد الحميد مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية خلينا نروح بقى لفقرة الثانية بعد ما يقرب من 18 سنة من الإغلاق للترميم ورفع الكفاءة مبارح تم مفتاح واحد من أهم وأقدم المتاحف المصرية المتحف اليوناني الروماني الأعيد سياغة أقسامه تاني بالكامل عشان يحكي قصة واحد من أهم الحقب التاريخية اللي مرت على مصر يعني لسه موجودين في إسكندرية وإسكندرية عارفين أن أغلب الأثار اللي فيها هي أثار بتعود للحقبة اليونانية ففكرة اللي احنا نعيد إحياء التراث والثقافة اليونانية مرة تانية من خلال يعني رفع كفاءة المتاحف اللي موجودة فيها أعتقد دي حاجة محل تقدير وهو ده تاريخنا اللي لابد أن يكون حاضر لأن اللي مالوش ماضي مالوش أي حاضر في حياة الأمن خلونا نتعرف أكتر عن المتحف وأقسامه من خلال الأستاذ محمد متولي مدير أثار الإسكندرية صباح الخير يا أسود محمد صباح النور يا فنلم على حضرتك والسدر المشاهدين يعني صباح محمد في البداية عاوزين نعرف من حضرتك إيه أكتر يعني الأقسام داخل هذا المتحف اللي تم يعني تغيير ملامحها كي تكون متوجبة مع التكنولوجيا الحديثة الموجودة أنا في البداية بس بحب أتكلم عن المبنى لأنه مبنى مهم جدا طبعا أنه كونه مبنى أثري مسجل في عدد الأثار الإسلامية في الأسكندرية نعم رفع من قيمة المكان جدا جدا الجانب لألاف الكتعة الموجودة ومعروضة في المتحف 6 ألف كتعة المبنى طبعا أنشي في عهد الخديوي عبدالس حلم الثاني 1895 وأول مدير للمتحف هو جوزي بوتي طبعا المبنى طبعا مقوى من 27 قعة على طوبيقين على 5200 متر موجود 6 ألف كتعة زي ما قلت لحضرتك طبعا العدد كبير جدا من القاعات لهم 27 قاعة بتمثل بقى الحياة يومية والعصر البيزنطي المتأخر الفن الإبتي الملكة النيل حياة اقتصادية وفنون الأسكندرية في رأيي طبعا من القاعات المميزة جدا أيضا قاعة المؤسسين اللي فيها بقى الأول مدراء للمتحف أولهم طبعا جوزي بوتي بتريشا وأدريان وفي الباب الأصلي القديم الخاش بالمتحف معهوب برضو في قاعة المؤسسين صحيح طيب يعني احنا نقدر نعتبر المبنى نفسه أثر في حد ذاته وهو ده طبعا عند أقدم مبنى في مصره كلها أنشئ ليؤدي وظيفة متحف يأتي في المرتبة الثانية بعدها على طول المتحف المصري كان المبنى بتاع أسكندرية مطحف يوناني وروماني مبنى أسري 1895 النهاردة 128 سنة عمر المبنى كي مدبرة جدا جدا للمتحف وطبعا النهار الجديد بقى أشرت في سماء الأسكندرية ووضفة قوية جدا للخريطة السياحية المصرية وإن شاء الله يجب مزيد من السياح ويعزز من ودع أسكندرية السياحية أكيد لما جينا نتكلم بقى عن الترميم اللي حصل للمتحف وللمبنى في حد ذاته استغرقت قد وقت عملتوا إيه حفظتوا على الشكل طبعا الأدوات المستخدمة كل التفاصيل شزا منا المبحث يعني هو أغلق 18 سنة لكن فعليا وزارة الساحة والأثار اشتغلت خمس سنين بس من 2018 لـ 2023 يعني هو العمل الفعلي طبعا هو خمس سنين فقط لكن هو أغلق 18 سنة طبعا لزروف كتير وبعد 2011 لكن إحنا اشتغلنا 2018 والحمد لله 2023 كان المبحث نعم طيب عاوزين نتكلم بقى على تقسيم العرض المتحفي للمتحف عمل إزاي وأهم ما يميزه يعني يعني طبعا وزارة الساحة والأثار كان في تسكيل لجنة السنينية عرض المتحفي طبعا هم أقدر بالحديث عن الموضوع بتاعهم بقى هم المتخصصين فيه لكن زي ما قلت ستاك 27 قاعة فيها كل ما يمثل الحضارة المصرية خصوصا اليوناني والروماني طبعا حضارة المصرية اليونانية الرومانية وحاجات تانية كتير قوي موضوعات الحقيقة يومية فيها ممكننا منتبع وإحنا مع حضرتك سن محمد مجموعة من العطاة اللي موجودة داخل المتحف المكان أو المتحف كان بيستخدم في القاعات عرض موضوع الأثر وليس معتمد على مادة الأثر أو تاريخه ولا حتى موقع اكتشافه لكن هو بيتكلم عن الموضوع مع الحفاظ على التسلسل التاريخي في حفاظ كل موضوع يعني في الحقيقة احنا شايفين عرض متحفي من خلال الأطاط اللي على الهوى دي بتأكد استخدام أعلى الأسليب الخاصة بالإضاءة كمان والعنصر البشا العنصر البصري تحديدا تعزيزه من خلال طريقة العرض المتحفي واعتقد أن ده أصبح مختلف ويمكن شوفنا ده في متحف الحضارات وغيرها من المتحف المصرية إزاي بيتم التنصيق والتسلسل الزمني يعني أعتقد حاجة من الحاجات المهمة جدا يعني بنشكر حضرتك الأستاذ محمد متولي مدير آثار الإسكندرية مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معكم بقية حلقاتنا من صبح على حضرتكم وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية ونبدأ مع منتخب مصر اللي حقق الفوز أمام نظير وزامي بنتيجة 1-0 عن طريق حمدي فتحي في اللقاء اللي جمع المنتخبين على أستاذ هزاع بن زايد في مدينة إلعين الإماراتية وده في إطار استعدادات الفرعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 قرأت بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 أوقعت منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية مع منتخب غينة والرأس الأخضر والموزنبيق في البطولة اللي هتقام في كوتيفار في الفترة من 13 يناير والحد 11 فبراير عمر سيد معاود لاعب فريق الأهلي موليد 2006 وقع على عقد احتراف مع النادي لمدة أربع سنين وده جي خلال الجلسة اللي جمعتهم بارح مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ومحمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع فريق كرة سلة الأهلي خسر أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 87 مقابل 85 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية واللي بتقام في قطر وفاز فريق الكويت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بينما حال الأهلي رابعا الدولي المصري محمود حسن تريزيجي نجمة رابزون سبور التركي أعلن دعمه لقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة واللي راح ضحياته المئات من الأبرياء والدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نعانة الفرنسي فاز بجائزة أفضل هدف في الدور الفرنسي خلال شهر سبتمبر الماضي من المسابقة المحلية كمان نادي ليفر فولي الإنجليزي احتفل بذكرى الهاتريك التاريخي اللي سجله النجم المصري محمد صلاح في شباك فريق رينجرز السكتلاندي في اللقاء اللي حسموا ليفر بنتيجة سبعة واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في البطولة القرية للموسم الحالي 2022-2023 خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا شكرا لك لم يقف الحياة لسه مستمرين في الأخبار الرياضية لأن مبارح كان حمدي فتحي يمكن هو كلمة السر في الفوز بهدف في الوقت الضائع لمنتخب مصر على منتخب زنبيا في اللقاء الودي اللي كان بيجمع ما بينهم أمس في المباراة اللي كانت مقامة على استاد هزاع بن زايد على هامش معسكر المنتخب في الإمارات وكده بيتبقى للمنتخب مباراة ودية أخرى مع الجزائر يوم الاتنين اللي جاي في آخر استعداد قبل خود تصفيات كاس العالم للشهر اللي جاي عيسى أقولك إن مبارح كمان اتعاملت قرعة بطولة كاس الأمم الأفريقية كوديفور والأوقاعة مصر في مجموعة مش سهلة المجموعة دي بتقوم غانا ومنتخب كامفيردي العنيد طبعا ومزنبيق خلينا نتكلم أكتر مع ضيفنا حسين حمدي النقد الرياضي عن تفاصيل اللي خصل مبارح كله في الوسط الرياضي بداية صباح الفلو أهلا وسحك صباح الخير طيب مبارح ماتش المنتخب قدام زايد كان عامل إزاي يعني الناس وي بتتفرج ما كانش ممسوطة أكتر حالك لأنه هو مباراة ودية دايما الهدف من المباراة الودية بيكون يا تجربة أسلوب جديد يا إما بتصوف عدد من اللعيبة أنت ما شفتهاش قبل كده أو كان عدد من اللعيبة كانوا غايبين قبل كده مبارح شوفنا محمد النيني كان مصاب لفترة طويلة ورجع محمود تريزيجي برضو كان مصاب لفترة طويلة ورجع وبالتالي أننا نلوم فيتوريا أنه هو ما ظهرش بأفضل صورة صورة مبارح لا ده مباراة ودية نحن في كل الأحوال نحن عايزين نتطمن على الأداء بشكل عام صحيح هي مباراة ودية لكن خلينا ركلم يا سيد حسين أن دايما بيبقى حتى لو مباراة ودية الجمهور بيبقى معلقة عليها كثير من الأمال وشايفين حتى الآن أن أداء المنتخب لم يرتقي للشكل اللي هم عاوزين تمام يعني بص مباراة تنبارح صحيح المستوى ما كانش أفضل حاجة لكن المنتخب بشكل عام مع فيتوريا عشر مباراة أنا كنت بشوف أن معظم المباراة دي كان بيفوز وبيقنع خلينا نتفق أن معظم المباراة دي إما كانت ودية إما كانت رسمية ولكنها كانت ضعيفة لسا الاختبار الحقيقي الاختبار الرسمي أمم أفريقيا تصفيات مؤهلة لكاس العالم أو مثلا بطولة عربية هي دي اللي ممكن أو نقولي إحنا هنصدر حكم على فيتوريا تمام إنما التسع مباراة تدير مباراة مباراة كان المعظم منتخب مصر وبيقنع ويمتع في النتائج إحنا كذبانين تسعة من أصل عشر مباراة مع فيتوريا فأنا شايف ده معدل عالي جدا لأي أصلا مدرب قاد منتخب مصر أيوة بس إحنا نطمعين إحنا عايزين نكسب ونتمتع وإحنا نتفرر الكرة الحلوة بتفرحنا ده حقيق مش في كل الوقت كنا بنلعب بس إحنا يعني لو بصنا آخر عشرين سنة مثلا حنلاقي أن أسوأ كرة اللي عبناها كانت مع كوبر هو اللي ودنا كاس عالة يعني كرة حلوة جميلة وكل حاجة بس في كل حوال المنتخب المصري بيقارن أو الجمهور المصري بيقارن عن نتيجة لما رحنا كاس العالم بأداء يعني ما كان صعب جدا مع هكتور كوبر كنا مبسوطين في الأخ فصحيحنا بندور على الأداء الجمالي وعطمع لإحنا نكسب الأداء بيتنسي أمام النتيجة سواء كانت نتيجة فوز أو نتيجة خسارة ده اللي بيتذكره دايما الجمهور لكن هل شايف أن فيتوريا لسه في مرحلة التشكيل وما استقرش على التشكيل هو الأمثل بالنسبة له لا أنا شايف أن فيتوريا يعني العمود الفقر بتاع المنتخب هو استقرر عليه صحيح فيه غيابات بتحصل عندك أحمد حجازي عندك الوينش بيحصل إن إمام عشو في نص الملعب ولكن العمود الفقر بتاع المنتخب موجود بتكلم على الشناوي محمد عبد المنعم أحمد حجازي هاني وفتوح نص الملعب خلاص مع عودة النيني حيبقى عمود في المنتخب صلاح تريزي جي مصطفى محمد بعد كده التغيرات بتحصل في ثلاث أو أربع لعيبة إنما الشكل العام استقر عليه الخطة من ساعة ما فيتوريا جيب يلعب أربعة أو ثلاثة ثلاثة تمام اللعيبة بتنسجم مع الأداء مع منظومة اللعب اللي عايز يعملها فيتوريا فأربعة أو ثلاثة ثلاثة هي خطة طبعاً مش منتشر عندنا في الدور المصري ولكن اللعيبة بقى لها سنة وثلاثة شهور دلوقتي مع فيتوريا بدأوا يشربوا الخطة ونتمنى أن على كسر الأمم يكون المنتخب في أفضل صورة ممكنة خلينا كده بنقول مدام إحنا مش مبسوطين قوي وإحنا بنتفرج وإن كانت النتائج إيجابية نعمل مقارنة كده بين فيتوريا وكيروش تعودنا على حاجة وعدين بتادينا نشوف حاجة تانية هل مش عارفين نتعاود على أسلوب المنزل الفني ولا إيه؟ هو كيروش أنا بعتبره من أكتر المدربين اللي تظلموا في تاريخ مصر لأنه جيه ست شهور ست شهور صعبين جداً بدأ بطولة عربية بعدها بشهرين لعب كاس أمم أفريقية بعدها بشهرين لعب التصفية النهائية المؤهلة الكاس العالم خلال ست شهور لعب أصعب ثلاث مؤهلة أحداث ممكن يخذه وبعدها يمشي على طول ونجح في الثلاث أحداث ذول أنه هو في حدثين منهم يوصل لأبعد نقطة ممكنة نوصلنا لنهاء كاس الأمم الأفريقية وصلنا في تصفية المؤهلة الكاس العالم لرقرات الترجيح مع السنغال فكيروش هو مختلف شوية عن التجربة بتاعت فيتوريا فيتوريا كمان مشروع إحنا موقعين مع فيتوريا أربع سنين مفيش مدرب قبل كده إحنا وقعنا معها أربع سنين ومساعد كابتن حسن شحاته مفيش مدرب كامل مع منتخب مصر أربع سنين فإحنا بنقول بالعقد ده إن إحنا مكملين معك أي إن كانت النتيجة في كاس أمم أفريقية إحنا الحد كاس العالم عشرين ستة وعشرين إحنا مكملين ابن فريق وشكله بطريقة اللعب اللي أنت عايزها اختار العناصر الشابة وده بيدي ثقة أريحية للمدير الفن أكيد طبعا موضوع المشروع ده إحنا بنفتقده في الكرة المصرية إحنا بنسوف المدرب اللي بيكسب هتكمل بيخسر خلاص مش عاوديه بالضبط يعني أنت لو بتقيم كيروش بالنتائج ممكن يكمل النسبة بيرة جدا ممكن يكمل إنما أنت ما كنتش ناوي معاه على مشروع من الأول مضيط عقد ستة شهور اللي هو وحتيجي حتحق نتائج حنمضي وحنجد إنما فيتوريا الموضوع مختلف من الأول أربع سنين أستاذ حسين يعني خلينا نتكلم إحنا على أداء اللي شفناه بارح إحنا أمام خطر أمام منتخب عنيد يوم الاثنين فشايف المباراة ممكن تبقى عاملة إزاي أمام منتخب الجزائر لا يعني منتخب مختلف خالص عن المنتخب الزنب اللي إحنا كنا بنلعب قدامه تكلم على منتخب في عناصر زي رياض محرز أمين زويري نتكلم على يعني أقوى أو تاني أقوى منتخب في أفريقيا ولكن تظهر في الأول وفي الآخر هي مباراة ودية نتمنى أن احنا نشوف منتخب مصر في الليبل ده أعتقد فيتوريا ملعبش مباراة قوية إلا مباراة بلجيكا الودية ودي حتكون تاني أقوى مباراة ودية يخدها فإحنا عايزين نشوف مدى قوة وانسجام منتخب مصر صحيح مبارح كان مثلا كان المنتخب متأثر بعدم موجود صنع العرب في نص الملعب أول ما نسل أحمد سيد زيزو صنع كرتين كرة الهدف وكرة تانية كان انفراض لمحمود تريزيجي ممكن نشوف مثلا أن أحمد زيزو لا هو اللي بيبدأ في المباراة الأقوى صحيح فإحنا محتاجين نشوف أفضل شكل لمنتخب مصر في مباراة قوية زي قدام منتخب الجزائر طيب خلينا بقى نروح لقرعة الأمس شفتها إزاي وشفت إيه اللي حصلت مجموعة مصر بشوف أنها متوازنة جدا بعد نظام الـ 24 منتخب في البطولة اللي اتطبع في آخر نسختين إحنا فرصنا في التأهل الكبيرة جدا لأن اللي بيصعد أول وتاني وأفضل أربع توالد في المجموعات وبالتالي منتخب مصر حظوظه عالية جدا معاه منتخب غانا هو يعتبر المنافس الرئيسي بتاعنا في البطولة في المجموعة ولكن المجموعة في المتناولة معك كاف فيردي وموزنبيك منتخبين متواضعين إحنا حظنا حلوة كمان مع موزنبيك إحنا وقعنا معهم قبل كده تلت مرات تلت مرات خدنا فيهم البطولة 86-98-2010 هل ممكن ما المنتخب مصر يتأثر بسبب عدم موجود خبرات سابقة لفيتوريا في كاس الأمم؟ هي ممكن لو فيتوريا لسه جاي بقاله شهر أو شهرين فيتوريا بقاله سنة وثلاث سهور فيتوريا صحيح ضرب في السعودية ضرب في برتغال ضرب في روسيا ولكن السنة وثلاث سهور والعشر مبارات اللي لعبهم ممكن تكون اديت له بعض الخبرات عن الخصوصية بتاعت الكرة الأفريقية الملاعب اللي بتروح تلعب فيها في أفريقيا الأرضية ما بتبقاش متساوي يعني لو مدرب كرة أنه هو المبارات واللي حيلعب كرة جميلة وحيبني اللعب من وراء ممكن يعاني لو مدرب ما عندهش خبرات اللي هو ملاعب في أفريقيا بيكون فيها رتوبة عالية وهو عايز يعمل ضغط عالي من أول دقيقة لحد شهود الثاني اللعبة هتونهك أعتقد فيتوريا في السنة وثلاث شهور أدرك الخصوصية بتاعت اللعبة في أفريقيا ممكن ما يكونش متأثر أو كأنه جديد على طول كاس الأمة لا هو خلاص الفترة اللي قضيها مع المنتخب أكسبته خبرات اللعبة في أفريقيا صحيح طيب لما نجي نقول المنتخب إحنا شايفين الأداء إن كان بيكسب ومش هنقول الأداء المتوضع لكن إحنا شفنا المنتخب هو أحسن من كده إحنا محتاجين فيتوريا يعمل إيه واللعيبة محتاجة تعمل إيه مع فيتوريا علشان نوصل للموازنة بتاعة المباراة الحلوة والفوز في نفس الوقت خصوصاً إن إحنا المجموعة ما هيش يعني تفهى بس ما هيش صعبة بالضبط يعني الدور بتاع فيتوريا أنا شايف أنه هو يكمل على نفس الخط اللي هو ماشي عليه إحنا يعني معظم المباراة بنقدي كويس يمكن مباراة تونس الوحيدة اللي خسرنا فيها مباراة الأمس إحنا يعني ما لعبناش بأفضل مستوى لكن باقي المباراة فيتوريا كان بيقدي بشكل كويس مع المنتخب بالنسبة للعيبة إحنا الجيل الحالي بتاعنا من اللعيبة ما نقدرش نقول إنه هو جيل زي جيل الزهب بتاع المنتخب نصف ولكنه جيل جيد وفيه عناصر كتير جيدة أحنا عايزة أقف عند الكلمة دي إحنا هنفضل لغاية إمتى نقول هو مش زي الجيل الزهبي ليه ما بنعملش جيل زهبي جديد لأن إحنا عملنا جيل الزهبي وعندنا مدير فني وعندنا كشفين مواهب ده إحنا الشركة المتحدة في الفترة اللي فاتت كانت عمالة يعني بتجوب المحافظات علشان تعمل كابيتان وإحنا عندنا القدرة على صناعة جيل زهبي وأجيال دهبي الفكرة أن الكرة المصرية ما صنعتش جيل زهبي أنا بشوف أن الجيل الزهبي اللي تكون عند المنتخب مصر هو تكون بالحظ يعني إحنا كنا محظوظين أن عدد كبير من العناصر المميزة المميزة واللي عندها كمان شخصية اتواجدت في وقت واحد ومعاهم مدير فني قدر أن هو يطلع منهم أفضل حاجة ممكنة منتظرين حظ وصدفة تيجي مرة تانية صح لأنك ولا محتاجين إرادة حقيقية خلاص يعني أعتقد كل الدعم أصبح موجود لقطاع الكرة وأي حاجة بتحتاجها القطاع ده تحديدا بتلبى لحد أقولك من أكبر قيادة في البلد القيادة السياسية نفسها إيه اللي ينقصنا؟ وهل محتاج بتقول يعني يبقى فيه مراكز جديدة أو أجنحة جديدة يضم فيها لعبين جدد؟ قبل جدا كان عندنا الدور المصري هو اللي بيطلع معظم اللعيبة اللي تود المنتخب لأنا شايف أن الدور المصري مستوى تراجع لحد ما مكرنة بإيه بخمستاشر أو ستاشر سنة عند الوقت والكرة الأفريقية دلوقتي بقت معظم اللعيبة تطلع في أوروبا إحنا الباب ده لسه ما فتحناهوش إحنا يعني بنقول عندنا صلاح وعندنا مصطفى محمد والنيني وعندنا تريزيجي لكن إنت عدهم في الآخر عدهم حتلاقيهم عشرين لعيب مثلا يعني بتجيب منهم مثلا عشر وخمستاشر المنتخبات الأفريقية الزغيرة عندها مقاتل لعبين في أوروبا فلو إحنا عايزين نكون جيل زهبي لأ خلاص بقى دلوقتي بقى في حاجة اسمها كرة حديثة تخلي اللعيب يطلع برا يلعب برا يشوف الكرة الحديثة ويرجع يعني عمر مرموش هو ما كانش بينضم المنتخب وهو هنا أما احترف أثبت نفسه في الدور الألماني بدأ إيك إحنا محتاجين إن الآن دية تفتح الباب يطلع عدد كبير جدا من اللعيبة يعني إيه اللي يمنا عن محمد عبد المنعم يسافر يلعب برا ما مع شهور يعني هو سافر ما يكملش ستة شهور ورجع يعني إحنا عايزين التجارب دي هي اللي تكمل التجارب اللعيبة اللي هي صغيرة في السن وعندها مواهبة هم يطلعوا يلعبوا عشان نبقى زي الجزائر نبقى زي السنغال عندنا معظم القيمة محترفة ما تهبش موقف اللي أنت تروح تلعب في كاس العالم ما تهبش موقف اللي أنت تروح تلعب قدام منتخب كله اللعيبته بتلعب في أندها بتلعب في دورة بتالأوروبا فأنت عشان تكون جيل زهبي لا أول حاجة اللي احتراف يعني اللي بيحصل جوه الكرة المصرية والدعم ده عظيم جدا ولكن الكرة الأوروبية سابقة بكتير فأنت لما تحط العناصر بتاعتك في الكرة الأوروبية لا الكرة المصرية كده هتتطور أسرع بكتير نقدر نقول أن المجموعات كلها متوازنة مش مجموعاتنا بس يعني الحظ كان لطيف مع أو كان خادم جميع الجميع كل في توازن في المجموعات ما فيش مجموعة قوية أو زي ما بيقول كده باللغة البلدي يعني فريق ده يعني مجموعة حطير بعض الأقوياء فيها لا المجموعات متوازنة ومعقولة معظم المجموعات فعلا متوازنة بذات مجموعة عربية هي هو مجموعة تونس بس مجموعة الخامسة فيها تونس هومالي وجنوب أفريقيا الثلاث منتخبات أعتقد أن هم هيصرع يعني لو جنوب أفريقيا لديها تصنيف ثالث لو هي بقت أول مش هنقول أنها مفاجئة منتخب كنوب أفريقيا ومنتخب كبير باستثناء كده لا بشوف أن معظم المجموعات واضحة جدا يعني أصحاب المركز الأول والتاني في التصنيف هم اللي هيكونوا مؤهلين بشكل كبير جدا يصعروا الدور الثاني طيب يعني الكرة في الملعب زي ما بنقول وحنتفرج إن شاء الله ونتابع وحظ حليف لينا أعتقد في المجموعة بتاعتنا يعني الحمد لله الحمد لله إحنا لو صعدنا أول حنقابل المركز الثالث من المجموعة الأولى يا الثالثة يا الرابعة والثالثة الاختيارات في المتناول إحنا لو صعدنا تاني حنقابل تاني المجموعة السادسة اللي هي دي مجموعة المغرب بس إحنا غالباً اللي هيطلع وصيف حيكون يا زنبيا يكونوا برضو اختيارات سهلة إحنا حيبقى حظنا مش أحسن حاجة لو طلعنا أفضل توالد لأن إحنا جده حنصطدم عند الفراعنا هيخلينا إن شاء الله حنصطدم يا بالجزار باستنجال في الدور التاني إن شاء الله فده حكون مواجهة صعبة جداً أتمنى أن إحنا يا نسو الله يا استدارة يا المركز التاني بحيث أن يكون طريقنا أفضل في البطولة لا تراجع عن استدارة بإذن الله بنشكر حضرتك أستاذ حسين حمدي أن أخذ الرياضي شكراً لوجودك معنا في صباح الخدمة شكراً جداً مشاهدينا الساعة دلوقتي التسعة معدنا مع موجز الأهم الأمباء معلمية تفضل يا لان شكراً لكي منا التسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنانش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد استاغى ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائماً وأبداً في صدرة الدفاع عن الأمة العربية وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على أن مصر لم تخذل الأمة العربية ولم تخذلها أبداً كما أكد الرئيس السيسي سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي الذي يحتتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية مشدداً على سعي مصر للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية وأشار الرئيس السيسي إلى وجود سعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصاريها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرات العربية للسلام ومقرارات الشرعية الدولية إلى تصايد ينحرف عن هذا المسار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكرية مشيرا إلى أن ذلك يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل وفي كلمته خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى صعوبة المرحلة الحالية لفتا إلى أن مصر تبدل جهدا كبيرا جدا لاحتواء التصعيد وتحاول وصول إلى وقف للاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما أكد الرئيس السيسي حرصا مصر على وصول المساعدات سواء طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة في هذا الوقت الصعب أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريلا عن دعمه لدعوة مصر لتوصيل المساعدة الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وعرب عبر منصة أكسا عن شكره لإعلان مصر أن معبر رفح سيظل مفتوحا وعملا بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية وحالة الطوارئ أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423 ألف شخص أكبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وقال مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا في بيان إن عدد النازحين في القطاع وصل إلى 423 ألف و378 نازحا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع حصيلة عضوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة إلى 1572 شهيدا و7262 جريحا وأوضحت الصحة في بيان مقتدب أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1537 شهيدا و61612 مصابا فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 مصابا وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة وفد المشيخ العام للطرق الصوفية واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مثمنا دور المشيخ البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية ومؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتطوير الأضرحة والمساجد من جانبه أكد وفد المشيخة الصوفية أن كل القيادات الصوفية لديها حب ودعم غير محدود للوطن وأنهم يقومون بعمل الكثير من الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين متابعون ومهتمون بكل ما يحدث على المستوى الداخلي والخارجي وأن ما يهمهم في المقام الأول هو الاستقرار والأمن لوطننا الغالي أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس وابل أمريكي ستيف سكاليز سحب ترشحه في قرار يفق مؤزمة المؤسسة وكان سكاليز فاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محل كيفين مكارثي الذي أقاله زملائه في الثالث من أكتوبر الجاري لكن النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين مشاهدين انتهى موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل إسلامي في كل حين طبعا كان فيه تمام كبير جدا بحفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والتزامن مع مرور خمسين سنة على نصر أكتوبر المجيد وحديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحفل عن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتكثيف الاتصالات لوقف التصعيد في قطاع غزة وده طبعا بجانب حرص مصر على وصول المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية للقطاع غزة يمكن تكثيف الاتصالات لأن شفنا قد مصر هي رمانة الميزان لما يحدث في المنطقة بشكل عام وشفنا أن كل الدول كانت سرعان ما اشتعلت الأحداث في الأراضي المحتلة كانت حريصة على التنسيق مع مصر مصر قلب الأمة العربية نابض علشان خاطر تشوف إزاي ممكن يتم وقف يعني هذا التصعيد ضد المدنيين العزل في قطاع غزة خلونا ناخد قراءة وفية في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمس من يعني خلال الحديث بشكل تفصيلي مع ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع صباح النور أهلا وسهلا سؤال أكرم تبعت إزاي بالأمس كلمة السيد الرئيس خلال حفل تخرج الكولات والحربية والأسكرية وطبعا الحفل نفسه كان مهم والمكان اللي انطلقت منه الكلمة ده كلام يعني مكان مناسب جدا ومهم وفيه هو في حد ذاته الرسالة هو الفكرة أنه الكلام اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشهد كله أولا خمسين سنة حرب أكتوبر وإحنا عارفين انتصار أكتوبر والعبور قد إيه كان يعني هدي القصة التي لم تكتب كلها حتى الآن لكن فيها رسائل مهمة المكان طبعا زي ما احنا قلنا والتأكيد على فكرة أنه مصر أكبر جيش عربي في المنطقة بتمتلك القوى الشاملة بالقوات المسلحة على مستوى عالي جدا من التحديث هذا التحديث القوة القوات المسلحة قوة رشيدة تحمي ولا تهدد لأنه قوات المسلحة هي اللي حربت يعني مصر هي الدولة اللي حربت ودفعت كتير مع دول كتير والحقيقة العرض كان فيه رمزية مهمة جدا على استعراض أعلام الدول العربية الشقيقة اللي شاركت في العبور وفي انتصار أكتوبر فيه شهداء موجودين عندنا هنا أو بشكل عام كل الدول العربية تقريبا كانت مشاركة ففيها رمزية لنفس الأمر يمكن الرئيس تحدث عن فكرة المواقف العربية وأنه يبقى فيه موقف عربي موحد لكن خلينا نقول أنه أهم الرسال في هذا الأمر أنه مصر اللي عرفت الحرب وعرفت النصر ولدها جيش قوي جدا هذا الجيش رشيد يحمي ولا يهدد وضد التدخلات الخارجية تدخلات الخارجية هي سبب 90% من المشكلات في هذا المنطقة كل دول وطموحات وصراعات وغيرا حقيقة مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة واخدى موقف واضح لأنه العدوان المراضي يمكن هي الأمر بيتكرر كانت في أغسطس 22 ومصر بالمبادرة وثقة دولية نجحت في أنها توقفها مراضي ضرب شديد مع مسؤولين إسرائيليين فاشيست حقيقة فيه وزراء بيتباهوا بأنهم فاشيين وعاوزين إبادة وبيصفوا الفلسطينيين أوصف باشعة ويعني فيها تصريحات عنصرية فمصر بتتخذ موقف واضح من هذا الأمر أولاً وقف العدوان والنقطة الرئيسية اللي دايماً الرئيس يؤكد عليها هو الأداء الرئيسية هي الحل النهائي للقناة الفلسطينية ده حل الدولتين ولا بديل عنه وأظن إسرائيل جربت على مدى عقود طويلة أكتر من سبعين سنة إنها تمارس التصفية العرقية والعنصرية ضد الفلسطينيين ويمكن ما زالت بتمارس حدثنا ده في تصريحات للجيش الإسرائيلي بالإخلاء المدينيين جميعاً من قطاع غزة والحقيقة كمان يعني هذا العدوان على غزة مدعوم بشكل غير مسبوك من الولايات المتحدة الولايات المتحدة طول عمرها مع إسرائيل الحقيقة إدارة بايدن إدارة ديمقراطية أصبحت غير قادرة على التعامل كدولة كبرى يعني حملت طائرات لأول مرة عمرها ما حصلت أمر الثاني أن إدارة بايدن ديمقراطيين دائماً كانوا يرويجوا نفسهم على أنهم مع الحريات ومع السلام وغيره النهاردة الحرب في أوكرانيا فشلوا في إشعالها بالعكس أشعلوها أكتر النهاردة حملت طائرات تصريحات الرئيس بايدن طلع قال أنا صدق كلام وشائعات ضد الفلسطينيين أنهم بيقتلوا الأطفال صحيح تراجعوا عنها لكن ده بيدينا انتباع قد إيه هم منحزين أوروبا برلمان الأوروبي اللي قاعد لنا طول الوقت البرلمان الأوروبي ده نايم يعني أعتقد أنه ممنوع المظاهرات ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي في أوروبا النهاردة في فرنسا وفي ألمانيا وفي غيره برلمان الأوروبي صامت تماماً اللي هو كان بيعادينا وطول الوقت بيطلع تصريحات وتقارير معادية لنا فالحقيقة أرجع لكلمة الرئيس عن فتح سلوى فكر مصر التي تمتلك القوى الشاملة وأقوى دولة في المنطقة تدعو إلى السلام لأنه اللي حارب يعرف قيمة السلام وإنه لا بديل عن هذا الأمر ولا بديل عن الدولة الفلسطينية وحل الدولتين النقطة الثانية والمهمة في هذا الأمر هو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية إنه الاحتلال الإسرائيل الحقيقة متصرف بيبيد حتى المناطق أو الممرات اللي مفترض تدخل منها المساعدات الغزائية أظن أنه فيه جهات في أوروبا وغيره بدأت تؤيد الطرح المصري في هذا الأمر مصر منذ اللحظة الأولى صارت الإسعاف المستشفيات التجهيزات الطبيعية مع التأكيد على فكرة أنه نهارده أصبح فيه لأنه هذا اليمين الإسرائيلي غير المدرك لخطورة هذا الأمر قد يقول الفلسطينية يستحيل تصفيت فلسطينيين أكتر ناس بيسنده ده لكن نهارده بنتكلم على حرب إبادة شاملة ومحاولات بعد قطع الكهرباء والمية والطاقة والاتصالات وكل شيء في تدمير شام فالرئيس نبه لفكرة أنه المساعدات الإنسانية وكمان الحقيقة أنه مصر السنة اللي فاتت هي اللي قدمت وعملت الأعمار 500 مليون دولار أظن أنه جزء كبير جدا منهم تم تدميره سيادة الرئيس المبارح كان عنده رسائل يمكن تكون متتابعة ومرتبطة ببعضها سيادة الرئيس المبارح تكلم عن الحدود الجغرافية الثبتة للدولة المصرية وتكلم عن المنهجية المصرية أنها عمرها مكانت دولة غازية ولكن هي دولة بتحافظ دايما على حدودها وعلى السيادة المصرية دائما وقبتها نتكلم في نفس الوقت كمان سيادة الرئيس عن أهمية ثبات إخوانا في فلسطين وأهمية ثباتهم وصمودهم للحفاظ على القضايا الفلسطينية بدعم من مصر تكلام مهم جدا أولا الفاشيست الإسرائيليين بيطلعوا تصريحات شوفنا للأسف في بعض المنصات المحسوبة التي تروج لهذا الأمر المنصات المعادية وهنجي للنقطة دي لأن الرئيس نبه لفكرة الوعي ده المنصات اللي بتروج الرؤية الإسرائيلية اللي هو الفلسطينيين يروحوا مصر يروحوا غازة الضغط على الفلسطينيين من الضفة يروحوا الأردن والحقيقة مصر والأردن من الدول المهتمة جدا والملاصقة واللي بتتحمل مسؤولية حقية والمستهدفتان بالشائعات الحقيقة والعدوان وغير الكلام فمنصات بتروج هذه الرؤية الفاشية العنصرية اللي بتقوم على التصفية والرئيس كان واضح جدا في هذا الأمر الحياة مش أول مرة إنه أي ممحكات أو حلول أو ادعاءات لتصفية القتال الفلسطينيين مرفوضة أولا الفلسطينيين أكتر ناس برفضوه على مدى أكتر من 70 سنة رفضوه وفشل احتلال في إنه يصف القتال الفلسطيني وإنه ما يتم الحديث عنه هذه خطط قديمة بالمناسبة هي مخططات بقالها سنين صحيح ونضغط عليهم فيروحوا غزة أو يروحوا الأردن ونصف الأدام مش هيحصل ومصر واضحة جدا في هذا الأمر وأظن زي ما أنا قلت في البداية المكان اللي انطلقت منه التصريحات واضح جدا إنه مصر بتمتلك قوة وعندنا تجربة بنحتفل 50 سنة أظن إنه باعتراف جلد مئير وباعتراف قيادات إسرائيل إنه الهزيمة القوية جدا لي جيش التفاعل إسرائيلي فدي نقطة محسومة ويمكن أن تتكرر أظن ده محدش بيادوا طبعا للحرب بالعكس الرئيس من هذا المكان ومن استعراض هذه القوة الشاملة للدولة المصرية بيقول إحنا السلام لإن إحنا اللي حاربنا وانتصرنا وعارفين السلام هذه نقطة مهمة نقطة تانية والضرورية جدا في هذا الأمر هو إنه يجب وقف هذا العدوان بسرعة لأنه فيه ضمار شامل وإنه مصر بقوتها وبالثقة الإقليمية والدولية بالتصالات وغيره من المهم إنه تستخدم قوتها لإنه تتواصل مع كافة الأطراف لوقف هذا الحرب وده نقطة مهمة قوي لأنه الرئيس بتكلم على نتكلم على القوات المسلحة وقوة رشيدة تحمى ولا تهدد عندنا مثالين عندنا الخطوط الحمراء في الغرب اللي حددتها القوات المسلحة حددتها مصر وتم تطبيقها وتراجعت ونفس هذه القوة التي غاست الأشقاء في ليبيا عملت الطائرات راهد بعد الإعصار وقدمت كل المساعدات أظن ده واضح واضح إن هذه القوة قوة عربية حقيقية وده برضو نقطة مهمة ده إن الرئيس يتحدث على إنه في قمة جدة الأخيرة قال إن إحنا لا يجب أن نترك أنفسنا نهبا لتدخلات خارجية ولنفوض لازم يكون في موقف عربي صحيح العرب وكان فيه رمزية اللي أنا ضربت بها مثلا من شوية اللي هو أعلام الدول العربية الدول العربية مما تضمنت في 73 استطعت أن تنجح تستطيع الدول العربية من عرض اللي اللي لديها تموحات في التنمية وفي الاستقرار وإن تنتهي هذه القضية بالحل الحقيقي والنهائي لازم بفي موقف عربي واضح إنه العمل الجماعي هو الذي يعطي كل دولة عربية قيمتها دول عربية كبيرة ومصر بتتواصل مع كل الدول العربية وتؤكد ده وإنه لازم بفي موقف من الجامعة العربية ومن القمة العربية النهاردة في مصر في إمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية في الدول المغرب العربي في العراق في الوردن وكل هذه الدول الحقيقة موقفها واضحة في هذا الأمر كمان الحقيقة بناء موقف عربي دايما رئيسي يتحدث هذا نعمل معا وإنه العرب يكونوا فعلا مش عضفة وبالمناسبة رؤية مصر السابقة منذ سنوات الرئيس كان يقول أننا لا يجب أن ننتظر أنه العالم مشغول بصراعاته يعني الولايات المتحدة النهاردة لم تعد الدولة القادرة على التدخل النهاردة فشلت وفشل النظام الدولي في وقف الحرب في أوكرانيا ما يزال هناك انحازات وازدواجية واضحة فيه ازدواجية ضد المسطنيين معايير مزدوجة جدا فيه ناس في الغرب في الاتحاد الأوروبي أو في أوروبا سيحتراجعوا أسألوا نمنع عليهم أين حقوق الإنسان مما يحدث في هذا دا المشكلة ممكن التظاهر لدعم إسرائيل لك الاحتلال اللي بيدربوا اللي بيموتوا الأطفال الستين في المئة من الضحايا أطفال لكن بيعتقلوا أي حد التظاهر من أجل الحقوق الفلسطينية والعرب فالنقطة دي اتحاد الأوروبا موقفها عائم جدا وموقفها أولا هم نفسهم اللي برضو مش وراء الولايات المتحدة في هذه الحرب وبيدن بيقوض العالم إلى حرب أخرى والصدام فيه عجز واضح جدا نفس الأمر فيه حاملة الطائرات تروح انت رايح تضرب ناس أصلا هم بيتم تصفيتهم بشكل عنصري والاحتلال مهما كان الخلاف في هذا العالم لكن خلينا نقول نرجع لمصر تاني الرئيسة في يوليو اللي فات ما استضافنا الجلسات كثيرة جدا على مدى السنوات للمصالحة الفلسطينية خلينا نقول انه ربما تكون ميزة هذا الاحتلال العنصري الذي توحد ونتينياهو دعا المعارضين إلى أنهم يلتموا طب انت النهاردة فيه خطر هل يجب الاستماع إلى صوت مصر وصوت العقل وصالحة بين الفصائل وكان فيه تصريحات الحياة إيجابية من الفصائل في يوليو اللي فات دينه طب في غاية الأهمية يعني احنا بنتكلم رؤى مصر ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات اللي فاتت كلها كانت تتوقع هذا الأمر وتتوقع الانفجار وتمحذر منه نعم سوز أكرم يمكن الرئيس استخدم يعني بالأمس قبل الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية الحقائق لأن مصر بتستضيف تسعة مليون من الضيوف الأشقاء في الدول العربية التي بها مشاكل داخلية ولديها قدرة أيضا أن تستضيف أشقاءنا بالفعل في غزة ولكن لا يكون ذلك على حساب تصفية القضية الفلسطينية نقطة للفلسطينيين بالمناسبة أنا بقول فيه منصات كتيرة جدا بتحاول تراجع هذا الأمر وبعضها للأسف عربي بيتيحوا الفرصة للفاشيس الإسرائيليين نهم يطرحوا هذا الأمر وفيه حتى مسؤول أوروبي أظن أو مسؤول أمريكي نائب وزير الدفاع أو حاجة بيقول أنه يعملوا ممرات أمينة يخرجوا فيها زي اللي حصل من أوكرانيا لبولندا بولندا لما فتحت ممرات هارضة فيه حق العودة ليهم يقدروا يرجعوا في أهوة وكمان اللي الرئيس أكد عليه ده برضو شرح واضح للموضوع احنا لا نرفض استضافة أي أشقاء عرب أو حتى أفارقة وأظن 9 مليون وأكثر من هذا الرقم يعني الأرقام كثيرة يعني ما يجري في السودان ما يجري في السوريا ما يجري في ليبيا ده حاصل عدو لكن الفلسطينيين أكتر ناس منتبهين لهذا الأمر لأنه قبل كده احنا بنتكلم على 3.5 مليون في غزة أو أكثر فيه 13 مليون في الأراضي الفلسطينية فيه ملايين الفلسطينيين تم تهجرهم وممنعهم من العودة برغم أنهم بيحملهم مفاتيح بيوتهم في غزة فدي نقطة في غاية الأهمية احنا لا نرفض بالعكس طب مستشفىات العريش والسماعيلية والقناة كلها مفتوح وسائرات الإسعاف راح والمساعدات الإنسانية والمجتمع المدني تحالف الوطني العمل الأهل كله والهلال الأحمر وحملات التبرع قدام من الشركة المتحدة اللي قدمت العالمية ومن التحالف وكله ده قلب مصر الشعبي والرسمي مع الفلسطينيين قلبا وقلبا ولن يا طغار هذا ومصر مش بنتكلم على شوفيني الحقيقة أنا مصر هي من حارب ودفع أسمانا كثيرة وبعض الآخر كسب من هذه الأسمان المصريين ما كسبوش وده التمن اللي احنا بندفعه عشان كده احنا حسين كويس قوي بقيمة الحرب والسلام صحيح وإنه لا بديل عن السلام والدولة الفلسطينية ولا التراجع عن هذا الأمر والرئيس كان محدد دي خطوط حمراء أعلنت في وقت مهم يجب أن يسمعها الجميع ولا هناك بقى إيه النقطة المهمة في هذا الأمر ما نبه إليه الرئيس في هذا إنه مصر مستهدفة بقى يعني أظن أن الناس إذا كان من مميزات لهذا العدوان الفاشستي الإسرائيلي فهو أنه أعاد القضية الفلسطينية للوجهة وأصبح هناك ضرورة للاستماع لصوت العقل وصوت مصر في المصالحة الفلسطينية وإذا كان عدوك بيتوحد فأنت عليك أن تتوحد والنقطة الأخرى وحجم الشائعات والاستهدف للدولة المصرية مش النهاردة على مدى السنوات اللي فات ودي كاشف هذا الأمر ما تزال شائعات والدعاءات نفس المنصات التي تموأل من أجهزة المخابرات أجهزة المخابرات التي تدير الحرب النهاردة وتدير الصراع وتريد لهذا الصراع الاستمرار هي اللي بتموأل منصات منصات لتنظيمات إرهابية وتنظيمات متطرفة بقالها عشر سنين بتطلق الشائعات ضد الدولة المصرية ونهاردة كل شوية في كلام إلحق مصر هتعمل ده مصر عملت كاز ده كاز والأردن الشقيق الحقيقة مستهدف لأن دول دولتين المواجهة والدولتين المعنيتين برفض تصفية القضية الفلسطينية وأظن التواصل أكثر دولتا رفض تدرورا فالكلام اللي قاله الرئيس بارح اللي احنا بنقوله بقى عشر سنين برضه والرئيس بيقوله عاوز تحط مصر تشوف قد إيه اللي حصل خلال عشر سنوات إحنا زي دايما في نهايات الأفلام البطل بيجري كده وراه ضماره إحنا زي عدينا من كل ده إنت عندك الغرب مشتعل عندك الشرق مشتعل عندك الجنوب مشتعل عندك المتوسط فيه صراعات وهجرة غير شرعية وعدائيات وانت قد إيه بتدير سياستك الخارجية بخطوط دقيقة وبحرص وبتحديد وبشرف حقيقي ووضوح وصراحة أنا عايز أقوى عندك كلمة شرف دي انبارح سيادة الرئيس كان يعني قال دعوة لجميع الأطراف الدولية وجميع الأطراف المعنية بإبعاد الأطفال والنساء والعجائز عن التصعيد اللي بيحصلوا كان في نفس الوقت فيه تصريح ليه الهلال الأحمر بيقول أنه إبعاد أو إخلاق مليون فلسطيني من المنطقة ده شيء مستحيل فكرة استهداف المدنيين وفكرة استمرار الضرب على المدنيين وفكرة استمرار الجهود المصرية الحثيثة لتخفيف الضغط وإيه لوقف إطلاق النقر اللي بيحصل والوقف الاعتداء اللي بيحصل على الفلسطينيين ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يدخل في إطار التصفية العرقية والعنصرية ولا أحد يستبعد أن هناك استهداف متعمد للأطفال لأن دول الأجيال تم دائما استهداف الأطفال والنساء في فلسطينيين لأنها هي الأجيال التي تحمل الزكرة الفلسطينيين ستذكرون من الأمس القاهرة الإخبارية عرضت صور وصور مؤلمة كل من فيها تأذى وتضرر ويعني استشهد أطفال بالمناسبة أنا عاوز أن أوجد تحية الفعل للقاهرة الإخبارية لإعادة المشاهد المصري لمتابعة قضية بكافة التفاصيل والمرسلين أبطاليا بس الحقيقة الصور التي عرضتها القاهرة الإخبارية مهمة جدا وأيضا تقارير الأمر وتقارير صحيح أنه مش هنقدر نستوعب كل ده مش هنقدر نستوعب الملايين دي وزي ما احنا قلنا استهداف الأطفال محاولة لقضاء على الزكرة الفلسطينية الحمد لله الفلسطينيين انتفاضات الفلسطينية يعني والقضايا السكانية في فلسطين مهمة جدا فاستهداف الأطفال والنساء وغيرهم متعمد وتصفية عرقية وعنصرية ويجب أنه الغرب المزدوج ولاية المتحدة وأوروبا واتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يجب أن ينتبهوا لدها والأمر التاني الحقيقة أنه الرئيس قال على فكرة أنه نطلع المدنيين الحقيقة إسرائيل لا تستهدف سوى المدنيين كأنما هناك عقاب جماعي لأنه الخطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية لن يحدث أن يتركوا الفلسطينيين أرضهم لكن كمان الحقيقة أنه يجب أن يكون هناك موقف عرض موحد وأنا تذكر أنه إحنا بنحتفل بخمسين سنة على انتصار أكتوبر كان هناك أشقاء معنا هذا الموقف ممكن كل دولة عربية تبقى لديها أو دولة إقليمية لديها طموحات إقليمية وده مشروع جد ولكن حينما تكون الخطر يهدد الجماعة ويهدد الموقف العربي يجب أن يكون هناك موقف عربي دائماً رئيس وده تكلمنا فيه بأكد علي أنه ما نستناش العالم اللي مشغول بسرعاته العالم المزدوج العالم المنافق اللي أظن أصبح مكشوف بشكل ده فيه ناس في تحاد الأوروبي كانوا بيتكلموا على منع المساعدات وإن إحنا نوقف المساعدات ونمنع الغذاء والمساعدات الغذائية استمرار قطع الكهرباء استمرار وقف المساعدات المساعدية والأموية بحاولوا يحسنوا التصرحات لكن الحقيقة ده مجتمع دولي منافق فاشل وعاجز عن يوقف الحرب سواء في كورانيا أو يوقف ضرب المدنيين وتصفت الأطفال في فلسطين فده نقطة في غاية الأهمية والنقطة المهمة كمان بعد المدنيين واستعداد مصر لتقديم مصر سياستها الخارجية طول الوقت شراكة تعاون اتصالات مع الدول العربية والدول الصديقة ومع كل المنظمات الدولية حتى لو كانت حجزة فهي جزء من هذا النظام الذي يحتاج إلى إعادة بناء منذ مع بعض الحرب البرد نظام دولي مزدوج وضعيف وغير قادر على تدخر في أي صراعات نحن نتكلم في نظام عالمي جديد نتكلم في لاعبين سياسيين جدد لديهم قدرة في المنطقة وربما الحرب الروسية الأوكرانية كانت كشفة لذلك هل من الممكن أن تكون هذه الدول واللاعبين الجدد فاعلين في إيقاف الحرب وما يحدث في قطاع غزة هناك محاولات الحقيقة وكان فيه تصرحات واضحة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد هذا الأمر وأنه اتهمات واضحة للولايات المتحدة بالانحياز وبيضرب مثلا طبعا كل دولة لها مصالح حولاته وجهه لكن خلينا نقول هو شايف أنه الولايات المتحدة بتدعم فكرة الحرب بشكل عام وأن هذا النظام في الولايات المتحدة بيحاول أن يغطي على انسحاباته من السياسة الخارجية بهذا الأمر والصين الحقيقة موقفها مهم ومهم التعويل على هذا الأمر وأنه النظام العالمي منذ ما بعض الحرب البارتة الحقيقة فيها محاولة ومطالبات بإعادة النفوذ يعني إعادة بناء النفوذ لأنه الولايات المتحدة انفردت فترة كان الإرهاب وحرب على الإرهاب اللي أنتجت الإرهاب وداعش وفيه وربيع والمحاولات الحديث عن الديمقراطية أظن بقت نتائجها وطحة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي بريد يعني يعني دي نتائج لم يكن ربيع عربي يعني وده أصبح شتاء الحياة وخريف وللأسف الشديد كمان أنه الأمر مش مرتبط بأنه رغبات التغيير يعني بالمناسبة التغيير ده مشروع يمكن إحنا بنتكلم في وقت التغيير المتدرج وقدرتنا على الفاه والتغيير بوعي مش السقوط ضحايا لي الشائعات وغيره والنهاردة أنا بتكلم على أن مصر مستهدافة ونفس المنصات الصامتة والتنظيمات الإرهابية وغيره التي تصمت أمام العدوان وداعش ده اللي كان بيقتل قتل من المسلمين وقتل من البشر أضعاف من ما واجه أي أعداء فالفكرة هنا نفس المنصات دي النهاردة بتنشط بتزايد على دور مصر طب دور مصر أظن مبكرا جدا وحدش يدر تكلم فيه لكن كمان الحقيقة من المهم ودي النقطة اللي أشار إليها الرئيس مجموعة نقاط إحنا ممكن نبقى نتعاطف ونبقى واخدين موقف وكده لكن لا يخلو الأمر من حسابات وعقل والنظر للأمر من كافة الزواج ممكن نبقى بصين أنه أي عملية ضد إسرائيل هي عملية ضد الاحتلال وبنؤيد المقاومة غير لكن كمان رد الفعل لو أنا هحسب رد الفعل بشكل أقوى ربما أتراجع عن هذا الأمر وعلى قدر ما بتبقى العمليات قوية على قدر رد الفعل أنت أمام امام احتلال استيطاني بيطرد الأهالي ويمارس أقوى أنواع العنف ويجد مبررات ويجد دعم من برد وده نقطة مهمة والنقطة التانية كمان اللي نلف النظر لها هو أن في عصر الصورة الجزء مهم من التعاطف في الخارج مع هذا الأمر هو ترويج الاحتلال الإسرائيلي لصور أن المقاومة بتخطف وتضرب الأطفال وكده وبيدن تورط في تصريح وترجع عنه وقالك بيتباح الأطفال لكن مهم محمد الضرة وصورته أعتقد أنها كانت مفيدة جدا في انتفاضة الأقصى بشكل كبير وقدت زخم للقضاء فهنا هي الفكرة الحرب مهمة والصراع مهم ولكن إحساب ده احنا مش بنمنع أو نقول لكن لازم يبقى فيه تقدير ده كلام مهم وده كلام رئيس أشار إليه بشكل واضح وبشكل يعني يقدم أفكار مهمة أمر الثاني هو أنه الوحدة أنت الفصائل الفلسطينية مصر أكتر دولة بزلت جهود في أطراف كثيرة حاولت أن تدخل وتحاول وكل جهد للمصالحة بين الفلسطينيين مشروع لكن طول الوقت بصراحة وده الرئيس ياسر عرفات قال وقال لك مصر والرئيس مبارح قال أنه ده مش في العاصر ده احنا طول الوقت كل العقود شعب المصري القيادة المصرية بتعبر عن شعب المصري شعب المصري قضية الفلسطينية بتجري في ده وكانت انصف للحق السابقة وما فيهاش كلام وأظن أنه كمان إذا كانت قوات الاحتلال أو السلطة حتى الإسرائيلية تريدوا سلام حقيقي وتطبيح حقيقي لن يتم هذا إلا بإنهاء وقضية بحيث يبقى في دولة فلسطينية وحاوز السلام فيش حاجة اسمها السلام مقابل السلام زي ما كانوا بيروجوا مع الولايات المتحدة في وقت مزعم مكافحة الإرهاب اللي أنتاجت الإرهاب فحنا بنتكلم على المصالحة يجب أن ينتبه الفلسطينيين ويستمعوا لصوت العقل في هذا الأمر والنقطة التانية الحقيقة اللي احنا دايما بنأكد علىها هو أنه يجب أن تنتبه الدول العربين هذا الخطر يهددهم جميعا خطر قتل الفلسطينية تفكيك والحرب والهزائم تؤثر بالتأكيد على الديمغرافيا وعلى الجغرافيا النقطة المهمة واللي دايما بيأكد عليها الرئيس الحقيقة وبتثبتها لأيام حجم الشائعات وحجم التداخل وفي كلام مهم في سوشيال ميديا والمنصات دايما نحن بنتكلم ويقولوا أنتم معاديين يا الفكرة ايه آه هي لها مميزات عظيمة لكن يجب أن تنتبه سوشيال ميديا أول من تحدث عن غلق مع برقا خاصة في الأوقات دي احنا تمارس علينا في عز الإرهاب كانوا بيقولوا على الإرهابيين معارضة بقول حيك أول الناس بيحردوا من برة وبيعرضوا وبيزعموا أنهم بقى ما نجحش حد بيعارض من برة إلا تبع أجهزة محابرات ومنصات بتمول وبتدفع مليارات الدولارات تم دفعها لإسقاط الدولة المصرية ده يجب أن ننتبه إليه وده ملوش علاقة بالمناسبة برقا تحدث عن غلق معبر رفح أمام يعني الأخوة الفلسطينيين وغلق تقديم المساعدات وكانت الخارجية حاسمة في الرد على ذلك بالأمس وقالت كمان إن معبر رفح مفتوح ومطار العريش الدولي مفتوح أمام كل من يرغب في تقديم المساعدات مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق اللي بيحصل إنه الاحتلال الإسرائيلي ما هو المنصات اللي بتروج ده بالمناسبة هي نفس المنصات اللي أظن إنه النهاردة أصبحت بتعمل مع الاحتلال وبتعمل مع الدول العنصرية وغيره وممكن مع إسرائيل لأنه هذه المنصات لم تدن إسرائيل يعني بالمناسبة في تنظيم الإخوان الإرهابي ده لم يصدر منه أي شيء تجاه الأمر ويمارس عمله عادي جدا أنت بتزعه من القضايا الفلسطينية قضيتك والحقيقة أن أنت بتدمر القضايا الفلسطينية وبتنحزل إسرائيل كل أنت ما بتضر الدولة المصرية كل أنت ما بتعمل حساب الأعداء وبتمهد طريق الأعداء فدي نقط لم يغلق معبر رفح بالعكس مصر دفعت بسيارات إسعاف فيه ناس بيداروا جدا من القصف وبيقصف الجانب الفلسطيني وعاوز يدرب ده بالعكس كان بيان الخارجية بيقول أنه المنظمات الدولية أولا تتدخل وتدي الفرصة لإصلاح الطرق في الجانب الفلسطيني عشان المساعدات نقول ختاما أنها تبقى مصر هي قلب الأمة العربية النابض ودائما مصر بالعرب قوة والعرب بمصر قدرة طبعا نشكر حضرتك أستاذ أكرم الأصاصر رئيس مجلس إدارة اليوم السابقة شكرا شكرا مشاهدين نحن نسا موجودين ومستمرين معكم خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل بقي حرائل أعلى من شاحتفالية تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية تعالوا مع بعض والكلية الجوية لواء طيار أركان حرب متحد كامل نائم مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية براحب بعترضك فندم في هذا اليوم العظيم وأنا بسميه دايما كده يوم من أيام الفخر داخل قواتنا المسلحة وقواتنا الجوية حفلة تخريج الدفع 90 طيران وعلوم عسكرية جوية أنا دايما بسميه يوم الحصاد النهاردة الأسرة بتجني حصادها اللي تعبد فيه من 20 أو 1 وعشرين سنة الطالب بيجني حصاد تعبه خلال ثلاث سنوات دراسية كان فيه الشك نمكن فيه متحديات كتيرة جدا إنما تقدر الطالب أبو الخريج النهاردة يستوابها بكل ثقة وبكل النجاح أصبح النهاردة وإحنا من إحنا رحفل تخرجه إحنا وفقين تماما من أداؤه ومن المستوى اللي وصل فيه في التدريب ما فيه شك إن التطور المستمر والتطور اللي حصل داخل قواتنا الجوية خلال الفترة الزمانية السابقة كان لازم يكون معاه تطور واضح وتطوير واضح جدا لكل ما هو بيخص عملية تعلمية داخل كلها الجوية دالي هيحق استعاب الخريج يقدر يستوعب بكل يسرى وبكل سهولة كل ما هو جديد في علوم الطيران التطور السريع في علوم الطيران واسلاحة الجو المختلفة لازم يكون معاه تطور كبير ومتلاحق داخل كلها الجوية إحنا بنطور طريبا من مناهج التعلمية بتاعتنا تقريبا بنرجحها سنويا بنطلع دايما على كل ما هو جديد في علم الطيران سواء في الأكاديمات الخارجية أو في الدول الصديقة وصلق لكم أيضا كان في لقاء آخر بالأمس على هامش احتفالي التخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية مع لواء أركان حرب صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية لواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية بداية أنا بتوجه بخالص التهنئة والشكر والاعتزاز لأبناء الخرجين وأسرهم على التخرج بعد إنهاء فترة مهمة جدا في حياتهم العسكرية وهي التأهيل والدراسة داخل الكلية وبداية تولي المسئولية بعد ما تعينوا بردبة الملازم تحت الاختبار ضمن صفوف القوات المسلحة والاحتفال ده جه في توقيت متزامن مع ذكرى خالدة وذكرى عظيمة وهي الاحتفال بمرور خمسين عام على انتصارات أكتوبر العظيمة بأوصيهم التمسك بشعار كليتهم الإيمان العمل التطوير الإيمان بالله الإيمان بالوطن الإيمان بنفسك الإيمان بمهمتك هي الخطوة الأولى لتحقيق هدافك داخل القوات المسلحة العمل العمل بكل إتقان وإخلاص وبزل كل غالي ونفيس لصالح المحافظة على الكفاءة الفنية لمعدات وأجيزة القوات المسلحة ده مش حيتم إلا بالعمل تحت مظلة علمية وفكر متقدم أنت اللي بتحدده لنفسك فابزل فيه كل مجهود التطوير التطوير العنصر البشري هو دايما العنصر والركيزة الأساسية المهمة جدا في أي مؤسسة أو أي منظومة وبالتالي بقوصي طور نفسك علميا وثقافيا ومعرفيا خليك دايما على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال التكنولوجي لأن التحدي اللي هيواجهك بعد التخرج واحتكاكك بالأجهزة والمعدات وأنظمة التسليح الموجودة حاليا هي التكنولوجيا اللي موجودة فيها واللي كي تكون قادر على استعابها وتطويرها والمحافظة عليها لابد أن أنت تطور نفسك واتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله الحياة بدأت تطوير في الكلية بتوجيه من الرئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة بشأن تطوير التعليم الفني في مصر ومن هذا المنطلق وجه السيد القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للكلية باتخاذ كافة الإجراءات لتطوير الكلية جينا أما جينا نطور الكلية ابتدينا نعمل مؤتمرات ودراسات مع جميع جهات القوات المسلحة زي الأفرع الرئيسية القيادات الهيئات الإدارات لتحديد مواصفات الخريج إيه اللي أنت طلبه في مواصفات الخريج لما ينضم إلى السلاح بتاعه وصلنا أن احنا ان شاء ابتدينا نطور في المنهج بما يتواكب مع دراسته جهة الكلية وبما يتواكب ويتماشى مع الأنظمة الحديثة والمعدات والأسلحة الحديثة الموجودة بالقوات المسلحة طورنا في المدرس في تأهيله ورفع مستواه العلمي الأجهزة والمعدات والمعامل والويرش نفسها بتالت تتطور بما يحقق ويضمن مستوى الاستيعاب للطالب قدرته على الابتكار إحنا حاليا في إطار التعاون مع الجامعات التكنولوجية في هذا المجال وبنسعى حاليا لتوقيع بروتوكولات مع أفضل الجامعات العالمية في المجال التعليم التكنولوجي وفي إطار نفس الاحتفالية خلينا نتابع بقيد تلقاءاتنا دلوقتي معنا لقاء مع لواء بحري أركان حرب أشرف المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية لواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية في البداية أنا ببركلهم وبرسل لهم خالص تهنيتي لهم والأسرهم الكريمة التي بذلت الغالي والنفيس وتعاونت معاونة صديقة مع إدارة الكلية لمدة أربع سنوات انتظارا لهذا اليوم المشهود بقول لهم لقد نلتم الشرف للانضمام لقوات المسلحة فكونوا أهلا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم تقربوا من جنودكم وكونوا قدوة لهم علموهم فهم خير جنود الأرض لا تنسوا أقسم الذي أقسمتموه وليكن شعركم الدائم الشرف العلم الفداء في البداية احنا بيتم الدراسة في كلية البحرية من خلال مواد نظرية ومواد عملية المواد النظرية تم تطوير جميع مناهج الدراسية لكلية البحرية لتواكب التطور في منظومات التسليح الحديثة وتتماشى مع الوحدات البحرية التي انضمت حديثا للقوات البحرية تم تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي ونظام التعليم الرقمي ده بيسهل للطالب الحصول على المعلومة بالإضافة اللي هو مزاد بأفلام تعليمية للطالب بتساعد على العملية التعليمية بنوك الأسئلة بقت كل الامتحانات إلكترونية والطالب أصلا ممكن من خلال بنوك الأسئلة بيتعرف على مصال حقيقي من ناحية العملية احنا بننفذ عدد اتنين تدريب للطالبة تدريب الداخلي وتدريب الخارجي تدريب الداخلي بيقبى داخل مصرح عمليات جمهورية مصر العربية في البحر المتعاصد داخل نطاق الوصول الشمالي والبحر الأحمر داخل نطاق الوصول الجنوبي وخلال هذا التدريب بيتيح للطالب التعرف على الجزر والمضايق والخلجان والأهداف الحيوية والاقتصادية للدولة ده بالإضافة لكل ما هو تعلمه نظري بيتم تطبيقه عملي بالبحر أما بالنسبة للمعسكر التدريب الخارجي فهو بيكون خارج حدود الدولة ويتم خلال تنفيذ هذا المعسكر باشتراك الطالبة تنفيذ التدريبات المشاركة والعابير مع الدور الصديقة والشقيقة ده بالإضافة عند زيارة هذه الدول بيتم زيارة الطالبة للكليات البحرية المناظرة وبيتم اشتراك الطالبة في أنشاطها علمية وثقافية وترفيهية ده بيساعد الطالب اللي هو يسقل مهارته ويسقل قبرته ويوصل لمرحلة الاحترافية بكده تكون خلصت حلقتنا كنا معكم على مدار 3 ساعات متواصلة أنا أحمد عبدالصمد وزميلتي العزيزة مننا الشراوي وأيضاً لمياء حامنين وجمعة مباركة على حضراتكم صباح الخير عليكم جميعاً صباح الخير يا مصر